موسيقى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ضيف برنامج في الصورة مع عبدالله المديفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في الصورة الذي يشرف بعينكم على قناة خليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM نحاور أهل الرأي والشأن لنضعكم في الصورة ضيفنا الليلة من العيار الثقيل والثقيل جدا الأمير الوليد بن طلال في الصورة موسيقى حياكم الله من جديد وباسمكم مرحب بضيفي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز بسك الله بالخير سمو الأمير الله حيك عبدالله شكراً لوجودك معنا الليلة أنا فخور وسعيد أكون في برنامجك الهام وتحديداً في روتانا خليجية قبل أن نبدأ ونشوف البروفايل وباقي فقراتنا أريد أن أتحدث معك في البداية أو أريد أن أشهد الناس على الاتفاق اللي دار بيني وبينك قبل اللقاء أنا لما طلبت اللقاء سألتني وقلت لي إيش الحوار اللي تبغى قلت لك حوار بلا سقف وأنت وافقت على هذا الاتفاق أنا أريد أن أشهد الناس ونبدأ هذه البداية بهذه الطريقة أنا أذنت لي بسم الله الرحيم بطبيعة الحال أنا دائماً أؤمن بحرية الإعلام واتفقت معك أنه لا يكون سقف أبداً وأنا جاهز لأي سؤال أني أجيب عليه كذر طاقتي وإمكانيتي وإن شاء الله يكون مثمر هذا اللقاء حتى يستفيد في المواطن المواطن السعودية والمواطن المواطن العربي زميلي عبدالله السعد عمل بروفايل عنك أستأذنك بسمه الأمير أنه نشاهده سوا بروفايل يحضر اسمه وتنجذب الأذهان دون إرادة نحو قوائم الأثرياء رجل مال وأعمال لا صنف في استثماراته كل ما يجعله يكسب يبحر فيه ذو نفس يستطيع فيه أن يجوب العالم حاملاً سلة أمواله لتحقيق طموح لم يتوقف هو حفيد من بيتين عريقي يشمخ بعراقة الجد من الأب ويتنور بضوء الجد من الأب لم يعرف ما قبل الجامعة لكن كاليفورنيا منحته أفق تحليق أطول من برجه الشهيد بدأ في أساس عمله عبر المقاولات مكث سنوات في مكتبه محاطاً بآثار البناء بدأ يرصف حجارة الصعود حتى وثب بشركته المملكة لتكون القابضة ثراؤه متعدد المنابع لم يكن له أن يجتمع دون أن يكون لذكاء أهل المال حضوره ولجى إلى كبريات مؤسسات الإعلام فاعلاً في الاستثمار بها حتى جعلته محط صورها ودخل أعماق أسهم الأمريكيين فظفر باكتساب الشهرة والاستحوان أسس كيان مؤسسته الخيرية على دروب رجال المال حين يحطمون أسقف الثراء ينفق الوقت عملاً ومع أسرته حين جذبه الأحفاد لها مجدداً لم يشهد تاريخه مرحلة استقرار اعتاد على التحليق وسط الغيوم وإن نالته البروق والرعوب في دائرة العدسة والصوت الأمير الوليد بن طلاو سمو الأمير أريد أن أتحدث معك في البداية عن ملف الفساد في السعودية وتحديداً قضية الرتس أنت سابقاً طلبت بمحاربة الفساد في أكثر من مناسبة لكننا رأيناك محتجزاً هناك سؤالي الأول لك سمو الأمير هل أنت مؤيد لحملة الرتس؟ بسم الله الرحيم بطبيعة الحال يا عبد الله أنا مؤيد لحملة الفساد تمت بكل قوة وأنا بين عام 2013 و2015 طلبت الفساد بطريقة علنية وذلك عبر وسيلة الإعلامية التي تتر لدرجة أنني حتى طلبت في أحد تغريداتي أمير 2013 معاقبة أحد مسؤولي الدولة لتفشي الفساد فيهم مؤسسته وفي تغريدتي أعطيت سموه لتسنة فقط مين هذا الله؟ ما في داعه هو أجل تغريدتي موجودة طيب كان مضطقي يعني هذا ليس بسر وفعلا قبل سنة تم عفاءه فنعم أنا مؤيد لحملة الفساد مقافلة الفساد لقام بأخي المين حمد السلمان في عهد واردي المين سلمان العزيز ونعم الفساد تتفشي في أي مجتمع في أي اعتصاد مستحين ذلك الاقتصاد وذلك المجتمع أن ينمو وينهض لكن السؤال بكل صراحة سمو الأمير التهم تدور حولك في موضوع الفساد هل الأمير الوليد بن طلال فاسد الوليد بن طلال غير فاسد طبعا السؤال اللي يأتي بعد هذا إذا أنت غير فاسد كيف كنت في الرتس طبعا سؤال وجيه لا بد واحد يرد عليه طبيعة الحال أنت عارف الحكومة السعودية والنائب العام أعلم مباشرة لأن كل من دخل الرتس ليس ترقائي فاسد فهناك من يعني شبهة هناك من يعني تهمة هناك من دخل كشاهد هناك من دخل لإعطاء معلومات عن آخرين وهل المجرة أنا كوليد بن طلال لست بفاسد أبدا وأعلنت من وسط الرتس أنا كاد أكوني شخص الوحيد اللي تمه قبلت وسط الرتس مع رويترز عندما دعمت حملة الفساد في وسط الرتس وقلت يعني أنه نحن يعني يوجد سوء تفاهم وفي مقابلة لاحقة مع بلومبرغ أعلنت بأن هناك تم التفاهم بيني بين دولتي وحكومتي ومليكي وولي عهدي ومقابلة لاحقة أيضا مع فوكس أعلنت نفس الشيء فالولي بن طلال ليس فاسد أبدا وموضوع الرتس أعتقد أنا أشتل ستاره الآن في بيان من دول الملكي لكن أنت تقول أنه أنا لست فاسد مع آخرين وفي ناس فاسدين لكنه الحديث أنه أنت كانت من أهم الأسماء وفي آخرين نعم الولي بن طلال كان في الرتس بطبيعة الحال أنا أعتقد أن أحد عمداء الرتس يعني قل ما يأتي اسم الرتس في أي مرتبط اسم الرتس في الوليد بن طلال وأي وسيلة إعلامية إلا ما يذكر اسمي فيه طبعا وطبعا أنا عندما كنت في الرتس طبعا تابعت وشاهدت يعني كل ما أقيل عن ما تم في الرتس لكن هذا نتكلم فيه لاحق إن شاء الله فأنت عارف يا أخي عبدالله أنا عندما كنت في الرتس طبعا شاهدت أسماء المشاهد اللي كانوا في الرتس كلهم استغربت أنا وجود مثلا اسم واحد شخص تحديدا مين بطباهم العساف فأنت عارف كان خلال إقامتي في الرتس كان يأتيني مندوبي وممثلي الدولة كبار نجال الدولة ما بدأ يغنيني أن أقول اسمه طبعا فكانوا يجوني وأنا كنت في وسط النقاش بحوار بين بينهم أدافع عن أبراهيم العساف أقول أبراهيم العساف كيف يؤقلكون هنا أدافع عنه لأنه نسيبك؟ أبدا مستحيل أدافعت عنه لأنه أنا أعتقد كان بريء وأنا أقول لك بعد شوية دفعت عنه بشراسة لأنه أعتقد كان بريء والدليل أنه فعلا عندما طلع أبراهيم العساف من رجتس لم فقط يتم إعادته إلى مجلس جراء برتبة وزير دولة بل تم الترفيعه وزير خارجية وطبعا أنا عندما كنت في الرتس ودافع عن أبراهيم العساف أنا ممكن تعافل حيودان ما يودان لكن فعلا ليه خطرت أبراهيم العساف لوحده دليل أنه أعرف أن أبراهيم العساف سيكون بريء وأقول لك المثل الطيور عشبهها تقع والحور تكفيلي شارع يا خبرة إبراهيم العساف بين 2013 و2015 عندما كان وزير مالية وعندما كان أطالب بي صلاحات اقتصادية ومالية قوية في السعودية عندما كان أتوقع أن السعودية كان لو سمرت على الوضع السابق على ما كانت عليه كان ممكن الوضع يتصادي نهار في السعودية خلال 4-5 سنين فقلت أنه في حرب ضروس سنوية وعلنية وموثقة كلها في تويتر في خطاب رسمي وجهت إلى كبارات رجال دولة وكل أعظام الجسر السعودي أنا ذاك وكل أعظام جسورة بالعكس أنت دفعت عن نزاهته لكنك تختلف معه في رؤية الاقتصادية دفعت عن نزاهته لكن عندما أتي مصرحة الدولة والصاد السعودي ما في نسابة والحسب والنسب والابن والابن هذا مصرحة الدولة العليا تعلو على كل شيء البيان من الديوان الملكي يعني سمو ولي العهد طلب الموافقة على إنهاء عمالها لأنه انتهت والمقام الكريم من خادم الحرمين الشرفية الملك السلمان أيد هذا بالموافقة على ذلك الدولة عبر بيانها أغلقت هذا الملف سؤال للأمير الوليد بن طلال هل ملف الرتس عندك أنت تحديدا ما زال مفتوح؟ والله يا أخي بد الله طالما أنا دعيت أني أنا أحد عمداء الرتس وطالما أنه بيان دول ملكي اللي صاد من والدي الملك سلمان مبني على خطاب وعلى توجهات مرئيات أخي ولي العهد يومي حدث سلمان بقفل ودفن موضوع الرتس أنا اليوم بأحد عمداء الرتس أتقبر تعازفي نعم انتهى بالنسبة لك الموضوع نعم انتهى بالنسبة لي وانتهى بالجميع وقفل حتى أبيان دول ملكي واضح يقفل موضوع الرتس هو واضح أبيان نتكلم عن الأمير الوليد بالنسبة لي انتهى يا أخي وشوف يا أخي يا عبد أنا رجل وطني إلى بعد حدود وأنا أؤكد لك يا أخي المملكة العبية السعودية على رأسي الملك سلمان بقلبي محمد سلمان بعيوني والشعب السعودي مواطن السعودي مواطن السعودي يا أخي في عروقي هذه نقطة في محبتي ولائي للوطن الرتس انتهى واندثر ولا قيمة له عندي أبدا أنا الآن وليم الطرار في كل ما يملك مصرحة الدولة مصرحة الملك مصرحة ولي العهد مصرحة الشعب السعودي أنا أريد أسألك عن بعض الشائعات والأشياء القصص اللي صارت في بوضوع الرتس يعني هناك حديث في وكلات عن باس معناها أنه أنت كنت محتجزاً في الحاير ليس فقط في الرتس أنه مورس التعذيب في حقك إلى أي حد أنا سمعت كل هذه لا مش سمعت أنا رأيتها أصلاً بالتلفزينات أنا لم كنت في الرتس بصراحة أن كنت هناك في سويد ضخم مثلما كان كل الآخرين كانوا مثلي فكنا نتابع الأخبار كل هذه وسائل الأنباء الغربية تحديداً يعني فطبعاً كنت أنا أضحك يقول ساعة يقوله راح الحائر ساعة يقوله أتوا بلجنة تحقيق من ولاية المتحدة الأمريكية لتعذيبي وثارة يقوله علقوا رجولي فوق وراسي كان تحت وساعة قالوا راح الحائر كله كذب كذب وأنا أؤكد لك مش أنا فقط لا أنا ولا أي شخص أخذ تعضل تعذيب الرتس 100% هذا كلام مصطق 100% أنت كنت تلتقون بيناتكم يعني أنت كنت تلتقي بالناس الآخرين لا ما نتلتقي لكن أجي لمعلومات ولكن أنا كنت أشوفهم أنا كنت أشوفهم نعم وتأكد كل معاملة غير صحيح بالعكس أنت تصدق أنت كل يسأون فطور وغدا وعشا وبعدين حتى في الأول آخر شهرين كانوا يجيون دبايح للجميع كل يوم يعني طبعاً هذا يمكن عملية رمزية لكن أؤكد إذا كانت معاملة معاملة يعني ما يقوله 5 ستار خمسة نجوم للجميع وكانت كل الناس لماذا الرجل الأعمال الكندي ألم بندر في البي بي سي قال الأمير الوليد معتقل في غرفات وشبه الزنزانة وقعدت تحدث على أنه أنت لا أنت ما كنت في الريتس وين في نور أنا شفت المقابلة هذه بالتأكد تحديداً في البي بي سي الإنجليزية وبي بي سي العربية طيب قبلت المقابلة شفت المقابلة شخصياً هذه طبعاً كله كذب افتراء أنا الشخص هذا ما كلمته من سنتين أصلاً وأنا عرفه شخصياً طبعاً لكن أنت أنت متعمق أنت في البندر هذا وبندر هو ألم بندر نعم عربي كندي شوف حسابه توتر حسابه توتر شوف أنت تحس تعرف فوراً هو يعني يعمل لمن أنت تتهمون أنه عميل أنا أتهم أكثر من عميل عميل قابض وليس عميل فقط ليس عميل عميل قابض يعني أنت تكذبه وتنفي كل الكلام وتقول أنه عميل أكذبه مئة بالمئة أنا كنت في فريتس كل وقتي مئة من المئة كيف كان جدولك فريتس أمير والله كان أنا عندي برنامج هناك أنت عاف أنا جداً دقيق في حياتي فأنا أكل خضار فقط ما أكل أي لحم وإسماك أجل ما استفت من الدباية حادي لا أبداً بالعكس كنت أعطيها للحراس المعي يكن يأكلونها ومراتي أشاركهم مرة أقود معهم طبعاً فبرنامجي كان دقيق جداً أنام بعد الفجر أصلي الفجر وكل صلواتي كانت مع مكة كل صلواتي الخمس كنت أصليها مع مكة كلها طبعاً عشان أنا أغطع وقتي فالجزل الآخر كان القراءة وجزل الآخر أطابع التلفزيون شو قرأي يجيكم كتب يجيكم جرائي كيف تقرأ كم مع كتبين نعم كم مع كتب أقراها طبعاً أنا بس ما أجي جرائي الأخبار أخذها أخذها من التلفزيون وكنت أعمل رياضة أعمل رياضة أمشي في اليوم على الأقل 2-3 كيلو في نفس عندي سويت كبير في نفس السويت نعم السويت كان هو كان حوالي 1100 متر طولي فأنا كنت ألفه كمان 4-5 مرات في اليوم هو 250 متر طولي آسف 250 كنت ألفه حوالي 12-13 مرة عشان 3-4 كيلو كنت بنامج دقيق يعني جداً نأتي للسؤال الأهم صراحة في موضوع الرتس اللي هي ما هي طبيعة التسوية التي تمت مع الأمير الوليد بن طلال نعم شوف يا أنا قلت في مقابلتي في داخل الرتس أنه كان سوء تفاهم وقلت عندما طلعت أنه كان مفاهمة مع الدولة وثبتت في مقابلة فوكس طبعاً الآن المقابلة هذه طبعاً الملء السعودي والجمهور السعودي بطبعاً لازم يكون كلام دقيق جداً شوف الوليد تعرض أنا سميها السعودي في حرب الآن في حرب ضد الإلهاب ضد حرب عسكرية ضد عمراء إيران الحوثيين حروب يعني شرسة في شتى المجالات الوليد وقع ضحية ما يسمى نيران صديقة وأنا سميها ناراً حبيبة بصراحة فطبعاً أنا عندما طلعت أنا عندي كما مفاهمة مفاهمة أنا ما أتكلم تشوية مفاهمة أنا راضي عليها والدولة راضية عليها اللي هي حكومتي ودولتي راضين عليها ونحن متفاهمها بعد حدود لكن المفاهمة بيني بينهم تبقى بيني بينهم لا يعني الحكومة كانت شفافة يا سموم OMG الحكومة كانت شفافة مع الشعب بدأت الحملة أعلنت أثناء الحملة أعلنت بعد إنهاء الحملة أعلنت وقالت أنه استمت إجراء التسوية مع 87 شخص بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية يعني في 87 شخص قبلوا التسوية فهل عن السؤال لك يا أمير زي ما الحكومة كانت واضحة مع الشعب نحن نسألك ونقول خليك واضح معنا كيف كانت التسوية لكن أيضا الدولة قالت في ناس طلعوا بريئين في ناس طلعوا في كده مجموعة أنت ما يمكن تعضعني بالمجموعة هذه أنا وصلت إلى مفاهمة وليس التسوية مفاهمة يا أخي أنا متفاهم مع والدي الملك سلمان وولي أعهدي الميحمة سلمان والحكومة السعودية أنت زعلان لي يا أخوي عبد الله حتى الصعف الغربية البريطانية والأمريكية هذا قدامي تتكلم يعني كلها تتكلمت على رقم ما أعرف ليه اتفقوا عليه بين 6 و 7 مليار دولار لا أجدك من الشعر البيت كمان قالوا أنه أنا ملكيتي شكل ملك القابضة كلها اندثرت وراحت طيب أنت شوف يا أخي تداول حين تداول كم أملك أسهم في شكل ملك القابضة شوفها أبجيك على موضوع تلك لكن الآن هذا السؤال الحكومة كانت واضحة قالت أنه إحنا جمعنا 400 مليار ريال نعم كم حصة الأمير الوليد منها أنا عندي مفاهمة مع الدولة ولا ينطبق عليها الموضوع هذا عندي مفاهمة مع الدولة أنا راضي عليها ودولة راضي عليها وهي راضي عليها نعم أكيد راضي الدولة طبيعة الحال هذه دولتي وأنا ما أتكلمش وإنت راضي عن التشوير أكيد راضي عليها أنا راضي على ما تم بيني من الدولة طبيعة الحال 100% راضي عليها وجداً أبعد حدود هل تملك السيطرة الكاملة على ممتلكاتك اليوم؟ أنا أملكه طبعاً طبيعة الحال أنا أملكه الحمد لله شكل ملك القابضة 50% أملك ممتلكاتي ضمن المكتب الخاص لا أتكلم سيطرة أملك شركة روتانا طبيعة الحال كلها نظامية طبعاً طبيعة الحال نحن نخضع النظامة السعودية طبيعة الحال هل هناك أي قيود مالية عليك؟ لا قيود مالية الحمد لله أبداً بالعكس حتى أنا وسط الرتس كان أمور شكلة المملك القابضة أموري الخاصة أمور مستنطاني سنية كلها ماشي على قدم من ساق والله يشهد الله أنه وسط الرتس أنا كان جيني مرسلات من أخي محمد سلمان ويجيني مسؤولين كبار في الدولة وزراء وغير وزراء يجون هناك وكل أمور تمشي ماشي على قدم من ساق السلوك الاستثماري للأمير الوليد تأثر بعد التسوية؟ والله أنت لو تابعت سلوكي الاستثماري من يوم ما طلعت إلى الآن والله كما هو أنا ما يتغير أبداً طبعاً تغير من ناحية الاستثمارية من ناحية التقنية الفنية نعم لا لا أنا أتكلم لكن من ناحية الاستراليجية لا طبيعة الحال أبداً هل سيكون هناك مشاريع مستقبلية بينك وبين الحكومة؟ والله طبيعة الحال نحن الآن نحن نتكلم كضاع خاص كوليب من طلقة على الخاص أنا ومثل شركة المملكة قابضة وشركة المملكة قابضة في أكثر من 150 ألف مساهم وفيها منس إدارة مستقل طب طبيعة الحال شركة المملكة قابضة تنظل مشاريع المملكة بالسعودية طبيعة عند مشاريع القدية مشروع ضخم جداً مشروع نيوم مشروع البحر الأحمر مشروع عيالة مشروع توسعية كثيرة طبيعة الحال ننظل كل مشاريع بنظرة يعني مشتقلة طبيعة الحال ونرغم نحن بالاستثمار وندعم النهضة الاقتصادية لثم المملكة بالسعودية الآن تتحدثت عن الوسطى اللي كانوا يتونك فردس من هم هذول الوسطى طبيعة الحال مش وصطى هم أو فريق التسوية هم مرسلين يعني من الدولة هم الحكومة طبيعة الحال هم يتعدوا 7-8 أشخاص مش سحيل أقول لك أسمعهم لأن هذه بينهم وسروا لا يمكن يطع المل أبدا وكان في تواصل أيضا مع سموالي العهد في ذلك الوقت أكيد تواصل مع المحمد سرمان كان أسبوعيا طبيعة الحال بالأكس المحبة ونودة بين محمد سرمان محدك يعني لا حدود الأول لها حتى فرص الرتس حنا صراحة بعد الرتس شاهدنا شاهدنا أنه شاهدناك مع الملك في العرضة النجدية شاهدناك مع الملك في مباراة نهائي كأس الملك في جدة شاهدناك مع سموال العهد في منتدى الاستثمار شاهدناك في الفورمولا إي وهنا فرصة أن أسألك عن حدثني عن العلاقة مع الملك سلمان تحديدا العلاقة مع عمي والدي الملك سلمان تتعدى النصف قرن أكثر من خمسين سنة أنا كنت أدرس في السعودية ثم ذهبت للبنان ثم أدرس السعودية ثم ذهبت لأمريكا فأنا أعطيك سر الملك سلمان بعد والدي كان تقريبا عندي راتي شهري من هنا راتي شهري نعم نعم رات abc خريبا راتي شهري يعني ما يجي شهر من أمير سلمان وقتا نعم الأمير سلمان أنا إذاك أمير الرياض سواء كنت في لبنان أو كنت في أمريكا أو لما عدتنا في بدايتي طبعا حتى علاقته كان الملك سلمان كان يصرف على الأمير الوي نعم نعم يصرف عليه وحتى ساعدني في بيتي في الاشتريت في أمريكا وأنا يستررد أمار أقول وأنا. نعم ساعدني في بيتي في أمريكا وفي كاليفورنيا. وبعد ما رجعت للرياض؟ وبعد ما رجعت طبعا طبعا أسست نفسي وبدأ أشتغل طبعا الأمي طالت دعمني في البداية مرة ومرتين ثم بعد ذلك الأمي الملك سماسة يدعمني الشيعة الإستاذجية الكبرى. فمثلا برج المملكة اللي هام في الرياض هو نعم معروف. فأنتعرف نحن أنهين التصميمات والخرائط والجدوة الاقتصادية وكان نبدأ المشروع بعد أن نزل المناقصة لكن صارت عرقلات بيرقراطية في في الدوار الحكومية السعودية فذهبت الملك سلمانة كالعادة عندما كان أمير الرياض رحته مجلسه العام وطبعا بعد المجلس قلت نحب أخطر معك خمسة دقائق كالعادة وافق رحت معه خمسة دقائق عشر دقائق وقلت طالعا عندي هذه مشروع بابناء ناطحة سحاب في السعودية في الرياض أكم ناطحة سحاب لكن في عرقيل صارت من بيرقراطيين سعوديين. نعم فقال لي قال لي الوليد أنت مستوفي شروط أم لا قلت له مستوفي شروط أنا عرفك ميني أورط معك أنا أنت نظامي لأبنة حدود قال أكيد نظامي نعم تصل في شخص محدد معه قول اسمه طبعا وقال له إذا وليد كل شيء نظامي أن نستوفي شروط بك تطعطي الرخصة الرخصة طعت بك لساعة 12 طلعت فورا نعم ساعة 12 أقول لك يعني حسم وحزم المسلمان يعني حازم وحاسم البداية أيضا أريد أسمع منك رأيك عن العلاقة أو تعطي لي معلومة عن العلاقة اللي بينك وبين الأمير محمد بن سلمان وضعها اليوم وكيف بدأت كيف حدثني عن العلاقة علاقتي مع محمد أنت عرف أصغر مني في سن بكثير عمري الضعف عمري تقريبا فكنت أشوفه طبعا نروح ندعمي سلمان لأن كنت نزوره طبعا كنت أشوفه هناك طبعا وكنت أشوف الأمارة طبعا كان مستشار في الأمارة مع محمد سلمان لكن توطرت العلاقة بعد موضوعين همين صاروا أنت عرف الملك عبدالله كان مريض الله يرحمه في المستشفى الحصوطني فكان الملك سلمان كان ولي أحد أنا ذاك أو أمير رياض كان كان يمره وثم يرجع على العمي سلطان بعدي عمي سلطان كان أيضا كان في المستشفى فكنت أنا دائما أشوفه عند الملك عبدالله ثم أروح قبله عن سلطان فأشوفه هناك عمي سلطان فمرة نحن نازلين كنت نازل أنا والله الأمي سلمان أنا ذاك ومحمد سلمان وأنا ومعنا مرافق واحد نازلين فأقلت أنت عامل سلمان دامي داعب داعب كل الناس أنت عامل روحوا قريبا طبيب القلب طيب مرة فقاعد قاعد أقوله طمرك أنا قلت طريق محمد يساعد كثيرة طويل الأمر يدعم كثيرة قال لي والله يا وليد فأخذ مني أشياء كثيرة محمد سلمان سمعني ورا فمسك ظهري كذا وتعانقتنا وياه قلت والله أنا قلت الصراحة يا محمد للقلبي والله طبعا هذه حادة شخصية لكن في أهمنا حادة العملية وش الحادة العملية؟ أنا أنت عارف يعني في آخر عهد ملك عبدالله أنا لقتي وثيقة أنت معه كان يعملني أكثر مولده مع الملك عبدالله عم ملك عبدالله لكن آخر سنين تعبل ملك عبدالله فما عد تيجي الأوراق والمرسلات كما كانت سابقا فأنا كنت أكتب الخطابات فما وصلت نتيجة أنا ما عدت قد وصلت إلى الخطابات أبدا هذه كان في أحد عنده يعرق الأجود خطابات إيش؟ خطابات تتعلق في الاقتصاد السعودي تتعلق في إنقاذ الاقتصاد السعودي يعني أنت الآن كنت طالب بأصلاحات معينة للاقتصاد السعودي نعم وكان الوضع خطير أو إيش؟ مش وضع خطير السعودية كانت على مشارف انهيار اقتصادي كنا على مشارف انهيار اقتصادي نعم وهذا على الفكرة كذا وزير قالها والأحد لمح لها كمان ليس سر أي اقتصاد يارفش هذا وكنت ترفع الخطابات للملك عبدالله ولم وصل النتيجة فإيش سويت بعدين رحت كل رجالة الدولة قابلتهم لا لحظة ليش ما وصلت النتيجة؟ فريق أحد شخص مش فريق ما كان فريق إن شخص واحد هناك معني شخص واحد؟ نعم من هو الشخص هذا؟ لو سمحت عفيني أنا ما أذكر أسماء أحبط أسماء أبداً في الحلقة هذه هو يعني الرجل الأول والأهم في وقتها؟ نعم أكيد هو كان رجل الأقوى طبيعي الحال الرجل الأقوى في وقته؟ في ذلك الحقبة لكن أنا طبعاً لم يأيس مسحي لأيس هذا مصير وطني فذلك طبع من خطابات كل أعظم الشزراء يعني أنت لما شفت أن الخطابات ما يتوصل الملك عبد الله اتجهت إلى اتجاه آخر فكتبت خطابات كل أعظم الشزراء لكل أعظم الشورى وطلعت تغريدات علنية وفيه خطاباتي أيضاً معلنة كل موثقة في توتر الآن طيب لكن بعدين اللهم هذا كله رحل من شخص الثاني ولي العهد الأمير سلمان ولي العهد كان ولي عهد ونائب اسمي المزراء ووزير الدفاع فكتبت رسالة نصرية قال الأخي محمد سلمان فعلاً قلت أنا أشوف والدي محمد سلمان لو سمحت في مهمة مهمة عمل فقال لي نحن مشغلين اليام هذه والله رديني بعد ساعتين على أعتقد قال لي مشغلين ضرورية وريد عاجل جداً قلت لا قلت عاجل لكن ليسي طارق فقال لي ما يخل بعد يومين كلمني وأرسل لي رسالة وقال لي تفضل وجيت وقت محدد دخلت لملك سلمان كان عمير طبعاً ولي عهد هو وأعطي خطاب صفحتين على الإصلاح الاقتصادي إصلاح الاقتصادي لأن أشياء أطالب فيها الأشياء الفورية العاجلة وأعطي الصورة لأمير محمد فقرأوا أمير سلمان يعني أنت عم سلمان دقيق يقرأ كل شيء كلمة كلمة وتصفح للصفحة الثانية ثم ناظر محمد قال له وش رايك محمد قال أنه موافق على كل شيء شكنات عمرك مهمتي أنجزت هذا أنا بوصل رسالة لك وبرئ ذمتي طبعا ودعني محمد سلمان وتعنقني مرة أخرى طبعا أنا ذاك توثقت علاقهم أنا أعرف أنه شهد معايا لأنه كاتب خطاب من كل قلب يكاتبه لإنقاذ الدولة السعودية الثالثة من الانهيار الاقتصادي يعني كنا على مشارف الانهيار الاقتصادي نعم لأن الدولة كانت معتمدة على البترول فقط طيب في أهد الملك سلمان كيف شفت أنت الآن التعاطي مع هذه المطالب التي كنت تطالب فيها شوف الملك سلم الحكم في 2015 يناير في شهر يناير ما في شك الملك سلمان عهده إصلاحي ما في شك وأنا أسمي الملك سلمان يعني هو عهد إصلاح وازدهار لكن محمد بن سلمان هو مهندس إيقاف انهيار الاقتصاد السعودي اللي هو عصب كل شي عصب المجتمع عصب السياس عصب كل ما يتعلق في الدولة السعودية الثالثة ونتكلم الثالثة نتكلم عن انهيارات دولة سعودية انهارت الأولى والثانية انهارت ما الذي فعل الأمير محمد بن سلمان لموضوع الانهيار والله محمد أنت عارف أنا كتبت خطاب بخطاب صفحتين في طلبات أربعة فقط ما صالح محمد السمان الآن سمو أضعاف مضاعفة لها يعني طلبت أنا قزم الآن كثير وحجم وضخم كثير الحمد لله يعني اللي أنت طلبت وحقق لكنه جزء صغير من الذي قام به الأمير محمد بن سلمان أنا أنت عارف أنا أنك طالب أشياء خطيرة فقط إلقاف النزيف الخطر يعني عندما تكون طيارة تهوي أنت طالب عقل تستقر الطيارة فقط صح ولو ما طالب أشياء أخرى اسمح لي سمو الأمير أريد أن أنا أطلب منك الوضوح في الإجابة على سؤالي سؤالي هذا تحديدا لأنه مش واضح عبد الله لا أنت كنت واضح الحقيقة بس هذا السؤال أريدك أن تكون واضح لأن عندي شاك إنك مرة تكون واضح ما هو موقف الأمير الوليد بن طلال من المعادلة في السعودية الوليد بن طلال مواطن سعودي أولا طبعا مسلم أول وسعودي وعربي يخدم بلاده بكل ما لديه من قوة بكل ما لديه من استثمارات بكل ده من الشركات بكل ده من طاقات ويخدم أيضا خيرين وإنسانيا وكل ما يعمله يرفع رأيته إلى محمد رسول الله تحت لواء الملك سلمان ومحمد سلمان أنا أعرف هذا الجواب أنت ما يشمقنا عليك أنا أعرف لكن هذا واقع سلوكك الداخل يا أمير ما يشبه أي أمير ولا يشبه أي رجل أعمالي يعني خليني أكون معك بصراحة السعوديين اللي تعرفها نعم يعني بداية من سواقة السيكل بالشوارع إلى تصوير طوابير للمحتاجين اللي يجونك إلى يعني بعض الترويج الإعلامي المختلف هذا ما هو سلوك رجل أعمال أو مواطن عادي أو حذر سلوك شخص يريد شيئا ما طيب مش أنا صريح خليك صريح أنت أي سؤالك عدتني سؤال مباشر سؤالي الصريح نعم ما هو طموحك السياسي طموح السياسي صفر واشرح لك لي صفر صفر أقولك ليش قل لي ليش أقولك ليش أقنعك أنا بحاجتين مهمتين جدا شوف في تناقض كبير من رجل مال وأعمال واقتصاد اللي هو أنا نعم ورجل سياسة اللي هو مش أنا ليش رجل سياسة اللي مو أنت طبعا مش أنا طبعا مو أنا أقولك ليش ليش رجل المال والأعمال والاقتصاد في نهاية العام كيف تثبت النجاح ولا فشل كيف تثبت النجاح عندما تشوف أنت أرباحه بالأرباح وقيمة ثروته أو قيمة الثروة التي استحصل عليها أو التي ساهم بإعطاء المساهمينه في شركته أو مؤسساته الخاصة أو العامة ويس واضح واضح طيب رجل السياسة في نهاية العام إذا إذا طلع عنده ثروة أكثر من راتبه الشهري أو السنوي أول سؤال من إليك هذا فأنت فاسد بعد ذاتك فكتناقض من ثلاثين مستحيل ونعطيك مثال آخر يا أخي أنا كان لي أصدقاء وشركاء بدون أسماء أيضا ثلاثة رساء وزراء واحد في شرق آسيا واحد في أوروبا واحد في دولة شرق أوسطية اللي في شرق آسيا كان رجل عمال ودخل السياسة وفر من البلد والشخص الثاني اللي هو في أوروبا خسر خسر المعارك الانتخابية وخسر ثلاثين رأس مالو والشخص الثالث قتل قتل؟ نعم وهذا اللي قتل في شرق الأوسط؟ نعم في شرق الأوسط أنا مقول قتل بسبب لأنه كذا لكنه طبعا حاول يكون في الثنين ما نجحت مع أنه شخص ناجح هو يعني أنت أنت تمثل يعني رجل الأعمال الغربي أنت تمثل نسخة العربية؟ يا أخي أنا أنا كوريب نطلع أحب أن نقلك نقلك ما يعمله بيل جيتس وورن بوفت مايكل برونبورغ في أمريكا هذو رجال العمال مرموقين يخدموا يعني نشرتين جدنا في نطاق المال والعمال الاقتصاد لك أي نوم اللي هم باع كبير في الأمور الخيرية والإنسانية محليا في أمريكا وعالميا فأنا ننقل تجربة هذه نحاول إلى العالم العربي والسعودية بلونبيرك لو طموح سياسة أنا أشرح لك ما نقولك لا أنا أتكلم على واحد واحد بفت نتعلم صديق لي أنا ودائما أنا أحتك معه طبعا أنا سألته عن السياسة قلت لا 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 طبعا هو كبير في السن صعبة سنكم في السياسة بينما بيل جيتس شخص مرموق ومعروف ومحترم وعنده مبالغ كبيرة ممكن يدخل السياسة بقوة ويستفع عليها مثلا 10-20 مليار دولار ويكون مرشح قوي الانتخابات الأمريكية فأنا سألته سألته عن الترشح الرئاسة الأمريكية شكال لك؟ قلت لي ما صحيح قال لي ابعدني عنها يعني يبقى الفكة منها لأنه رجل حكيم يعرف أن السياسة استنزافية له طبعا بلومبرغ أيضا رجل عمال محنك كمان وعنده شركة بلومبرغ يعني صعيح أنه كل مرة يدخل للنطاق للسياسة لأنه عنده هاتف كان لأنه يرى مثلا بالانتخابات السابقة مثلا اللي تمت من كدة سنة أنه المرشحين كانوا ضعفاء جدا ولا يخدموا أمريكا وطبعا كل مرة ينسحب منها يعني هو صعيح كان يفكر بدخل الانتخابات لكن ولا مرة يدخل الانتخابات الفعليا أبدا حتى المرة هاتف يفكر يندخل الانتخابات 20-20 في راتب داحل الأمريكية لكن ينسحب منها أعلن أسبوع الماضي ينسحبه لكن حتى السلوك الخارجي سمو الأمير يعني زيارات 150 دولة 90 وسام عالمي 27 شهادة تكتوراه فخرية ليش؟ أشرح لك شكل المبلغ القابضة لها تواجد 170 دولة أنا شخصيا كمكتب الخاص أيضا موجود في عشرات الدول طبعا هذه كل نشاط كبير جدا فهذه كل الأوسيم التي ذكرت عنها كل التكريمات التي جاءت هذه كلها كل الدجارة لمن؟ لشكل المبلغ القابضة مسجلة في السعودية ومكتب الخاص مسجلة في السعودية وحتى الروتانة مسجلة في السعودية وهذه كل الدجارة لمن؟ من الملغة السعودية بالعكس لكن ماذا تفعل عندما تتعارض مصلحتك التجارية مع مصلحة المملكة العربية السعودية؟ أنا شوف أنا عندي استراتيجية واضحة شركة المملكة القابضة مسجلة من طلنسانية روتانة ومكتب الخاص أربعة أذرع اللي أنا كلها لا يمكن تتعدى الحدود أبدا وكلها موازن لسياسات المملكة بالسعودية وعنتك مثلين؟ نعم أنا مرة كنت الملكة عبدالله كان ولي أحد انتعال مبدالله أيضا يعني يدعب كثير مرة قال لي الوليد انت راح إسرائيل صعي تعوذ بالله طلع أمرك كيف راح إسرائيل؟ قال لي تعال وراني طبعا دعوة كان عنده إعجال واختغير المستخباراتي يقول ناتنياهو داعيني كان ذاك طبعا بك أبدا مستحيلة قال الله من يعاف الموضوع إلا منك الهنت قال لا فطبعا كان يدعبني طبعا طبعا وأنا طبعا ثاني يوم تأكد فعلا كان في دعوة منه طبعا رفض طبعا في الحال طبعا في أهم من هذه كلها طبعا في عديس الضام حسين أيضا دعاني الإعراق قال تعال ومن يعطيك اللي تبغاه طبعا ذاك كانت علاقة بداية تتوتر بين السعودية والإعراق دعاك للاستثمار طبعا رفض وأنا في دول كثيرة أمثل يعطيك لها بتهلندا مثلا بتهلندا مثلا ورد الاستثمار رفضت فورا فأنا كثير من الدول اللي تتعارض سياساتها مع السياسات الخارجين المركبة السعودية أمثل يستثمار فيها أبدا لا اقتصادي لا ماليا ولا حتى خيريا وإنسانيا مستحيل يعني أنت منسجم قرارك الاقتصادي منسجم مع القرار السياسي منسجم منصهر منصهر مش منسجم منصهر منسجام ضعيفة منصهر مع السياسة السعودية أخي أنا لحمي دمي من البلد هذه كله يا أخوي من هو الملك أخوي أمي من هو العهد ولد أمي أخوي أخوي شك طيب أريد أن أسمع رأيك في حادثة مقتل جمال خاشقجي الذي عمل معك لعدة سنوات نعم جمال خاشقجي صديق وابتدت صداقة عندما كان رئيس تحريط جريدة في السعودية وطلب مني مقابلة صحفية وفعلا أعطت المقابلة صحفية وكانت والله أربع صفحات وخمس صفحات فكانت قابلة قوي جدا وطبعا استمرت العلاقة بينه بينه لكن طبعا عنده غادر نفس الجريدة لكن أنت عارف عندي أنا شركات إعلامية وتلزينات والأخير فطلبت منه أن يأتي معي كلمت عندما تقاعد من تلك المؤسسة الصحفية وطلبت منه هو غادرها وأكثر منه تقاعد والله هو تقاعد غادر خلاف إنهم أنا من نسبة لي غادرها أنا من نسبة لي انتهت مهمته في الجريدة في حر يعني نعم أنا تحب تحفر دائما فطبعا أكلمني بعد ساعتين أنا وفقت وطبعا ندمج معي ونشتغل معي خمسة سنين وأنا عارف جمال خلشوق جاء عارفه كويس ما في شك عارفه يعني صديق كان لكن يعني أنا أريد أسمع رأيك في الحادثة نفسه في حادثة مقتل جمال خلشوق حادثة يعني لم تكن عابرة وهزت العالم كله ما في شك شوف اللي أنا معك صريح لأبعد حدود يعني اللي صار جريم من أكراء لا يقبل ولا دين ولا عقل ولا فلسفة للأسف فعلا شيء مزري اللي صار وأيضا كارثة استخباراتية على وزن تقيل والحمد للحكمة المملكة السعودية ومثلا بالخادمة عن الشرفين يعني شك اللجنة بأسولي لحد درست الموضوع وتأكد أن العملية مثلا هذه لا يمكن تصير أبدا في تاريخ المملكة السعودية مستقبل إن شاء الله طبعا اللي صار شيء يعني كارثة إلى بعد حدود لا يمكن تقبل وأنا كل ثقة في قضاء السعودي بأنه في المحكمة اللي ابتدت الآن وحسن ما أعلن رئيس حقوق الإنسان السعودية في جينيه من ثلاثة من عدة أيام أنه نحن نعم بندل العبان أعلن أنه نحن في عدة جلسات تم ثلاثة أو أربع جلسات وماشي على قادمة نساق وانا عندي لقى وثيقة مع الخاشوكدي أتصليهم دائما يعني فأعتقد أنا لازم ننتظر شوي الليما العدالة تأخذ مجراها ويصدر تصدر المحكمة قرارا نهائي بدون أي تسيس خارجي والأسف بره مسيس الموضوع طيب لماذا يستهدف الأمير محمد بن سلمان من أطراف غربية هذا سؤال وجه جدا شوف جمال الخاشوكدي جريمة نقرأ لكن صارت جينا أكتلنا بكثير وحاجة شح لك بعد شوي أعطيك مثال على الجريمة مضهة وأفضعة كمان لكن الغرب سويس العملية الآن مسيسة ليش مسيسة السبببين أساسيا الأول أولا أنت عارف جمال الخاشوكدي قتل في أكتوبر أكتوبر كان قام شهر من انتخابات الأمريكية وانت عارف الأعلام الغربي الغربي اليساري اللي في أمريكا بالذات اللي هي نيويورك تايمز ووشنطن بوست MSNBC ABC NBC CNBC وسينن وروز أنجس تايمز هذه كلها يسارية ضد ترامب بالأعمى يعني ضد ترامب بأي طريقة وأي علاقة بين ترامب وبين أي مسؤول دولي وما بالك أن مركب السعودي محمد سلمان فاستثموا الجريمة هذه كلها النقراء ليربط محمد سلمان شخصيا فيها ربط ترامب فيها رقم مباشرة هم مستهدفين ترامب فيضربون الأمير محمد لا همه جمال الخاشوكدي أساسنا من مصر لأن صار جرائم أفضع منها ولا سارع زي إيش جرائم أفضع منها أنا أقول لك مثلا هذا طبع من السبب الثاني لكن قبل هذا خلني أرجع لك السبب الثاني بني محمد سلمان ترى عنده مهمة كبيرة الآن وهي اللي في السعودية الآن التغير الاجتماعي الاقتصادي المائي البيئي التراثي الرياضي هذا كله ترى أنت السعودية الآن قائدة قائدة الدول العالم العربي الإسلامي بدون تغيرات كل جذرية هذه كلها هذا كلها فعلت ومشت على قدم الوساق ترى السعودية ستكون قومة ضاربة 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 فطبعا أنت فبعض الوسال لا يريدين أن تجاوز السعودية الحجم المقدمة وهذا الرجل ممكن نقلها للحال طبعا نقلها نقلة خطيرة أنت سعودي الآن وانت كنت سبات عميق تكلم بي صراحة لأننا كنا نايمين قالنا في 15 نايمين ونايمين كنا أقوياء فمارك لو تصحى ما سيصبح نرجع لموضوع المثال يا أخي هذا أبو غريب أبو غريب هذا سجن في العراق سجن قديم جداً من قبل صدام حسين سجن لما أمريكا حتلت العراق استولوا على السجن هذا إيش صار فضاعة في السجن هذا أبو غريب قتل اختصاب إهانات تصوير فيديو تصوير صور فوتوغرافية وبثها للعالم لما فضحت العملية كلهم طبعاً إيش وسأل وسأل أعلام الغربية السجارة كما نفسها اليسارية اتهمت بوش الرئيس الجمهورية ورامسفيد وزير الدفاع مثل ماهنا السعودية انتبه نفس الشيء المقارنة اتهموه طبعاً طلع بوش علناً ورامسفيد قالوا احنا مجموعة لعلاقة لكن امريكا تعالى في محكمة وطبع المحكمة برأت بوش مية مية وصالت العملية محلية في المدراء اللي كانوا في السجن كانوا طوبات كبار طبعاً في السجن نفسه أبو غريب طبعاً هذه قصة موازلة المقربة السعودية ننطل يا أخوين احنا نطلع المحكمة إن شاء الله ويدان من يدان وإن شاء الله نطبق الحكم الإسلامي على المدانين ونقفل القضية هذه واثق بنزاهة القضاء السعودي ما فيك أكيد واثق فيه بطبيعة الحال واثق في الأبعد حدود عملية هذه لاشتهمبة وهذه بالذات تحديداً هذه الملك شخصياً وليعاً شخصياً وكيبرات الدولة كل أنظار عليها ما في مجال اللعب نهيياً هذه أكيد هذا على المستوى الخارجي وعلى ذلك أنا عندي علاقة مع الخاشقجي عندي خاشقجي عندي علاقة معهم الآن وأعرف من محاميهم والآن جداً مسرور على الوضع اللي ماشي في القضاء السعودي نعم وهذا يقول لك بطريقة من المسرور؟ مبسوط من اللي عم يسير في المحكمة عادلة ومنصفة وعلى حق يعني آل خاشقجي راضين عن سير المحاكمة هذا المعيار الحقيقي مش وليد من طلال المعيار خاشقجيك راضين راضين ونتؤكد أنهم راضين؟ نعم أنا أكدك من 24 ساعة عندي معلومات عن موضوع هذا نعم أنا أتصال مع الخاشقجي معلومات عن خاشقجي راضين بكل تجرد وراحه سكينة وطمأنينة وطبعاً يريدون إحقاق الحق ويرودون أخذ العدالة مجرها هذا على المستوى الخارج على المستوى الداخلي كيف شاهدت وقوف السعوديين في هذه الأزمة تحديداً مع ولي عهدهم الأمير محمد بن سلمان؟ يعني شوف الغرب فعلاً الإعلام الغربي خدم السعودي خدمة كبيرة كيف؟ يعني كل ما زادت التهم الباطلة عن ضلوع الأمير محمد سلمان شخصياً نتكلم بصراحة هم يتهم عن سلمان شخصياً متهم في العملية كلها طبعاً كله كلام فارغ هذا كله كلام هراء فكل ما اتهموا السعودية والقيادة السعودية بالضلوع فيها الجريمة نكراء كل ما توحد الشعب مع الأمير محمد بصفة أقوى يعني لو في انتخبات السعودية الحين يمكن محمد سلمان يأخذ 29% فعلية مش انتخبات الدول الأخرى العربية يعني انت تشبهها كأنه صار فيه استفتاء داخلي على الأمير محمد استفتاء بلاش استفتاء بلاش هذا استفتاء بلاش يا أخي عبدالله أقول لك بصراحة نتيجة نتيجة في كل دول العسير الشياء الوطنية حتى في أمريكا لما تلاقي يكون هناك حرب أو يكون في أي مشكلة خارجية تلاقي جمهورية والديمقراطية توحدهم مع بعض توحدهم مع بعض صار 100% وراء الرئيس أريد أن أسألك عن الإعلام وتحديداً مجموعة روتانا ماذا تريدون أن تحققوا في السعودية ما هي المنهجية والآلية أو الأسلوب الذي تتخذونه لتحقيق أهدافكم داخل البلد شوف يا أخي عبدالله روتانا مؤسسة علمية كاملة متكاملة في الصوتيات وفي المرئيات لكن طبعاً نتعارك عن التلفزينات كثيرة لكن طبعاً الجوهر حقتها روتانا خليجية طبعاً نحن في روتانا نهدف إلى الإعلام الهادف الصريح صقف عالي لكن أيضاً أن خطوط حمراء الدولة خط أحمر والملك خط أحمر والأحد خط أحمر ما في شيء هذه الأمور للدولة أمور السيادية لا تمسط نهائياً لما غير ذلك أبداً لا حرج أبداً شو عند برنامجك هنا برنامج أخرى كلها في روتانا بعضها ينتقد الأمور المجتمعية بعضها الأمور الرياضية بعضها الأمور السياسية بعضها الأمور الترفيهية الآخرية تتلقون دعم في روتانا من الحكومة؟ شوف نحن نفتخر نفتخر وندعي من اللي لا نتلقى الدعم أبداً ومع ذلك نحن الأفضل ونحن لا نخطي أبداً بحق الدولة أنا شوف القناة الأخرى اللي الآن تدعم للدولة بدون ذكر أسماء وهي معروفة معرفة نفس الأساسية شوف الغربالة تتسير في قياداتها العليا ما يجي شهرين ثلاث تقول لهم غربالين قيادة العليا دليل إيش؟ دليل إيش؟ عدم المصار الصح ونحن دعوهم مش مدعوم من الدولة مدعوم بمئات الملايين ومع ذلك أخفقوه في نحو المملكة السعودية وأقولها بلهجة قوية جداً أخفقوه لأنه مش مهنيين أبداً نحن روتانا خليجية مثلاً وحدة من قنقائدها؟ تركي الشبانة كان واحده معه أربع خمسة جملاء في القيادة العليا صح ولا؟ ما عندنا تعرف نحن يعادات كبيرة من موظفين وموظفات يعني وشوف نهض بها كيف؟ صح الآن روتانا الحين طبعاً بالحصائيات الحقيقة وليس الحصائيات المزورة اللبنانية في على أقل نحن حصتنا 50% من السوق السعودي روتانا 35% من السوق السعودي كل قنوات روتانا على أقل أنت ذكرت قبل قليل تركي الشبانة كيف كانت ردة فعلك عندما استقطب تركي الشبانة من رئيس محطات روتانا إلى حقيبة وزارة الإعلام؟ شوف الله فعلاً سؤال وجيه هذا أنا أختركي الشبانة لما تعين جاني طبعاً كان هو يعني مش خايف كان متردد يبلغني لكن طبعاً مطل يبلغني كان فقلت يا أختركي أنت صديقي وعزيزي وأنت رئيس قنواتي وأعتمد عليك تمات كلي أنا وهذه مصلحة خاصة تبقى معي لكن يعني لما الوطن يستدعيك وليم نحن سلمان يعينك وزير إعلام أنا منطلق الشهام الوطنية والمحبة القومية طيب إلى حال وفقت طيب إلى حال أنا على مضض أنا بقى كتروح لكن لما الوطن يدعوك نحن كنا تحت لواء الوطن فقلت فضل يا أختركي ونحن نفاخرين أنه نحن روتانا نفرخ وزراء تفرخ وزراء؟ نعم أول شيء عندك تركي شبانا صار وزير وعندك طبعا شكل مملك هذا تفرخت وزير آخر طبعا هو سيمان الحمدان كان رئيس شركة ناس نحن نملك فيه وزير وزارتين لا وزير نقل ثم وزير خدمة مدنية وفيناك في وزارة وفينات آخرين لكن أيضا روتانا رجع لها أحمد العرفج بيتمرسو ملكي أصبح في حيات الحوار الوطني تركي العجمة كان السعد الأيمن لأخي تركي الشيخ عندما كان في الرياضة والآن سالم الهندي أيضا من روتانا السعد الأيمن أيضا ليختركي الشيخ عندما انتقل ترفيه يعني الحمد لله و هناك آخرين ما أحب أذكر اسمائهم خلينا نطلع إلى الملف في اللي هو ملعبك الأهم اللي هو الاقتصاد أنا لما سألتك قلت لك وش الورقة ذي قلت لك هذه ورقة فيها معلومات اقتصادية هي الورقة الوحيدة اللي أنت أتيت طيب الوليد بن طلع رجل الأعمال الشهير ما رأيك بالاقتصاد السعودي اليوم بكل صراحة شوف أنا أقولك بصراحة الاقتصاد هو أهمي وشاغلي الأساسي من سنوات طويلة نعم وأي دولة اقتصاد ضعيف مستحيل تكون سياساتها الداخلية وخارجية قوية أبدا ويكون مجتمعها متفكك السعودية الآن تمر ملحلة قبل ما أقولك اقتصاد سعودية متين الحمد لله لكن لكن يا مرحلة انتقالية الآن نحن نكون دولة ريعية نحن نقدمت على البترول قبل ندخل في هذه أنت قلت قبل شوي يعني نحن الانهيار نعم خوفت أنا أو قلت للانهيار بعدش في قلت للمتين أيهم نحن نشوف الانهيار أوقف ما في شك وأوقف النار بستسات روحة 80-30 روحة 90-30 تكلمت كثير عن الاقتصاد وخلن أنا أتكلم على الاقتصاد السعودي أنا بس هالجزية هذه يا أمير قوة الاقتصاد السعودي متانة الاقتصاد السعودي لأي يعني لما cases مع كلمة الانهيار هل رح بالنأن الاقتصاد السعودي هاش ونشترك الانهيار وأوقف والآن نحن دخلنا متانة الاقتصاد نحن الاقتصاد متين واش صح لك لماذا نحن نضمن بس أنا أبي أفهم إحنا اقتصاد قوي ومتين اقتصاد قوي ومتين أشترح لك ليش أعطيك أرقام أرقام تتكلم هي نحن صعيد ضمن دول العشرين مجموعة العشرين لك هذا غير كافي إيطالي ضمن دول ضمن مجموعة العشرين لكنهم عندهم عندهم الديون مقابل الدخل القومي فوق المئة والمئة أمريكا على مشارف المئة والمئة فأنا أعطيك ليس ليس الإقتصاد تحدي متين أولا لأن اقتصاد أول شيء فيه 2 تريلون ريال ثانيا النسبة القروض فيه مذنية جدا لا تعدل حاليا 22% الدين العام نعم الدين العام للمجموعة القومية نعم ودولة حتى تصقف 30% وهذا متحفظ جدا 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 الاحتلاط العام الخارجي احتلاط العام الخارجي قوية جدا متينة الحساب الجاري قوي الملوك السعودية أنا كنت رئيس بنك ثمان سنوات المؤسسة نقضع بالسعودي صاري موشدية لابن الحدود ونوك السعودية قوية جدا هذي كله مقاومات اقتصاد بل أهم هذا كله نحن بدأنا الآن نقل اعتمادنا على البترول الميزانية تعارف لما أعلنت 2018 أنا أنظر بند واحد أساسي وهو؟ ما هو الدخل الغير البترولي العام الماضي كان 160 مليار 166 مليار وهذا الإرادات غير النفطية نعم غير النفطية هذا هم شيء عندي أنا طبعا هذا بسبب إيش ضيبة الانتقائية ضريبة المضافة رفع سعو الوقود الكهرباء الماء وحتى ضريبة العمالة نعم هذي كله طبعا نفاد الدولة الآن صار في بداء البترول فحن اعتمادنا بلاشي قل على النفط طبعا الحمد لله في المحل الانتقالية كل هذه البترول ما نخفض سعر والنهار ما زال متماسك لـ 65 فهذا أفاد جدا والآن نسبة الاعتماد على البترول نزل 92% 92% في الدروة في النسبة الميزانية في البترول اعتماد البترول على الميزانية إلى حوالي في السبعينات الحين احنا في السبعينات طبعا هذا شيء ممتاز جدا يعني نزلنا تقريبا 15-20% هذا شيء من تخبر مسر وحينزل زيادة لأن دسة على فكرة العجلة الاقتصادية السعودية ما بعد مشت 100% يعني أقول لك أنا في حاجة أنا كاتبة ولله عشان ما أنساها في الأرادات من صندوق الاسطمارات العامة هذه كلها الاستمرارات تمت لكن لسه ما بعد جيني أرباحها لسه رياضات من ضراء مباشرة ومباشرة العجلة ابتدت لكن ما مشت العجلة 100% لسه هذه كلها لسه هتأتي في مبارغة ضفيلة من الدولة ضربة الانتقية وضريبة المضافة والذكرتها مشوية على وعد من السياح حسنا ما بلشنا لسه أساسا ما بددينا العوائد من العمرة على وعد من التعدين وعد الشمال انت السعودية عندها يورانيوم وذهب وفضة فصفات في وعد الشمال عندك مناجم دهب تحت الأرض هذه كلها تضاهي البترول والغاز تضاهيها بدون عندها شك لكن هتوضع يعني انت عارف وعند الشمال ابتدى الآن والخط النقل انتهى تقريبا فالعب وعندك ايضا الثروة السمكية الثروة الشمسية هذه كلها غير مستهلة لك لسه عند السعودية عندك شباح الأحمر عندك البحر الخليج العربي الثروات لا يستامبها طبع عندك لستع كمان أنا سميها القنبلة كبيرة اللي طرح أسم أرامكو خمسة المئة سيتأجلت الآن لكن تأجلت سمكها ربا كلت أخيرة في أخيرة ليش؟ ليش؟ عندما توقف النقاش على طرح أسر خمسة المئة من أرامكو اللي كان هأتي يعني بين يعني حوالي مئة مليار دولار إذا ما قمت 2 تريليون دولار ليه؟ على الآن في نقاش دمجة مع أنه شراء أرامكو سابق نعم هذا يعزز ويقوي موقفها العالمي بكثير لأنه ممكن نحن نقول للمساهمين الجداد دح يدخلوا في أرامكو ونحن مش ملينين فقط على البترول ملينين على البترول على البترول على البترول والتصنيع فعملي بالعكس كلت أخيرة فيها أخيرة صارت يولك إيش توقعاتك للمستقبل القريب والمتوسط يعني أنت متفائل متشائم أنا مش متفائل أنا متفائل أبعد حدود والدليل مجلس إدارة شكل مفلق غامضة اتخذ قرار واضح واضح بأنه موجم الاستثمارات المستقبلية تكون مؤتمر في السعودية وأنا طلعت تغريدة عندما حضرت مؤتمر الاستثمار مع أخي محمد سلمان طلعت تغريدة المملكة الشركة المملكة القابضة اجتزمت مؤتمر في السعودية 8 مليارات فيال سعودي خلال 18 شهر اللي ما سبق المؤتمر وكله كان في نطاق البنكي كان في نطاق النقل كمناقل طبعا ناس وكريم وبنك سعودي فرنسي وقطاع العقاري أبجيك على الشيء اللي خصك لكن أنا الآن هذا أنت تقول أنك أنت متفائل نعم إيش المتوسط أو المستقبل المتوسط القريب إيش بصير وضعنا طبعا نحن الآن في عام تسعة طعة تسعة طعة عشرين وعشرين كيف شايف السنوات هذه أنا أشوف أنا قلت والله 18 تسعة عشرين تكون سهلة لأن في عام سبتعش كان في كان نمو سلبي كان فاصل سبعة في المئة ثمانطعش زاد شوية والسنة هذه ستوقع أكون إيجابي لأغيرنا المدى القصيح أكون مسأل لأننا مرحب مرحبا مرحبا نحن انتقالية أقول لك لا بد أنه للمواطن والقطاع الخاص يستوعب كل الضرائب اللي جتت ومتتالية كان جرعتها أكبر مما يجب للضرائب أنا لا أقول جرعتها أكبر من لازم أقول جرعتها كان أسطع من اللازم نعم أنا لو ألي أنا ما جبت بالجرعات السريعة المتتالية أنا أقول جرعة كبيرة أنا بالعكس أطالب بها أنا أطالب أنه نحن اللي يهدر لازم يتفع الثمن بالنسبة الكهرباء واللقود والماء والآخرين لكن كانت أسطع من المتوقع ماذا تريد من من رجل الأعمال السعودي شوف رجل الأعمال السعودي لازم يتأقلم على الوضاع الجديدة مثلما الدولة مثلما الدولة تأقلمت والآن تتغير تتغير وتوجهاتها من تكون دورة ريعية وتمدع المترول لدولة منتجة وفيها مصادر دخل متنوعة نعم نأمن أنه يقل اعتماده على الدولة وبالذات القطاع الخاص وأن يكون يعتماد نفسه أكثر طيب كرجل الأعمال السعودي ماذا تريد من الحكومة السعودية في مالف الأقتصاد والله شوف الحكومة السعودية لها دور كبير ما في شك ودور السعودية مستوعبة طبيعا أنت عارف أن الميزانات 2017-2018 تعتبر ميزانات توسعية ليست تقشفية أبدا ليش؟ لأن عرفته هي أن القطاع الخاص تضرر بسبب الضرائب المتتالية هذه كلها اللي كان صعبا استوعبا لكن الآن الحمد لله شفنا نشوف بشائر خير من استيعاب العملية كل هذه فالدولة عندها كان مصاريفة توسعية في مزين 17-18 17-18 توسعية يعني تعالف كان تريلون ريال فمشاريع ما اجتهم به طبعا دولة كمان عملة أشياء مهمة اللي هي حساب المواطن اللي يفيد العوائل الصغيرة وعندها بدل غلاء المعيشة اللي خمسين مليار اللي أعطيت العام الماضي وجدت العام السنة هذه لكن فيه أعطيك أنا حاجة صغيرة هذه بصراحة يعني أنت عاف أنا كتبت عن سواق المرأة وأقول لك إيش دخل الموضوع هذا بهذا كيف يفيد هذا المواطن السعودي أنا كتبت أنا يمكن عشر صفحات على المواطن السواق المرأة من حوالي أربع خمسة سنين أنه لابد مرأة تسوق بحيث هناك فائدة اجتماعية اقتصادية مالية لكن عطنا المالية أعطيك أنا اقتصادية المالية كيف تفيد الآن وأنا للأسف ولا وزير ولا وسائل الإعلام كتبوا عن الموضوع هذا أنا عندي موظفات كثيرا يشتغلون طبعا أسألهم أنا تعفروا أتوبهم وهكذا فسعر السائق أو ثمن السائق لهم شهرين بين تعارف راتب وعلاج ومأوى وإعاشة كم يكلفكم أنت كل أشياء كلها ضربة الانتقائية والمضافة والعمالة والكهرباء والموية والوقود طلعا أحبين معدل الأسرة المتصفة الدخل 2500 ريال أنت الآن بالقرار الدولة الحكيم بيستمح المرأة بسواقة ممكن تطير تستغني عن سائقها إذا شلت السائق عوضت كل فورا طبعا مشكلة العوالح تتعوض لا يسوق لكن المرأة لسوق فعلا وفي عند أمثلة حية أكثير من النساء عندي معلون عملنا معادرة معهم قاتل والله يوليد أنا عوضت هذه بهذه الحمد للرب العمين فأنا أشجع مرأة على سواقة حتى توفر ووضع الساق وتستغني عن الساق مثل ما العام الماضي يستغني عن مليون وسمائة مليون وافت يستغنينا هذا يقل الضغط على المستشفيات على المدارس على المطارات على البنية الأساسية على التروفونات أنت تحدثت في 24 أكتوبر وانت أكدت الآن 8 مليار ريال سعودي وين الاستثمار كانت؟ 8 مليارات دماء واحد أنا أعطيك إها أعطيك إ Alexandra فنندمها الآن بند بند أولا نسونا نسوس نحن الآن من أكبر من استثماری في شركة ناس نسونا نحن من أكبر من استثماری استثمارنا آئینا في شركة كريم شركة كريم تعالف ل zarfباق كبير في السعودية ويتاخد المواطنين سعودین الآن ونحن نشجعهم الآن بتوظيف المرأة السعودية توظيف المواطنين السعوديين ذوي احتيارته الخاصة وعندنا مرسل مطلعاً ثانية تتكامل مع شركة من القابضة بدعم شركة كريم بتوظيف المرأة السعودية وتوظيف الاحتياجات الخاصة كريم المضوع الثالثة رابعاً العقار في الرياض العقار في جدة برج جدة كلها مشاريع ضخمة جداً طبعاً وذلك ما أكتب عليك فيستمرات خارجية تمت أيضاً وين الخارجية تمت؟ نحن نستمر في الشركات المعتمدة على الانترنت الآن مثل جي دي دوت كوم اللي في الصين تويتر في الولايات المتحدة الأمريكية سنابشات لإستمرار شخصي في أمريكا وليفت لأن الآن تطرح سمع خلال السبوع القادم من نفسة أوبر وهكذا تغير سلوك الاستثمار عند الأمير الوليد؟ يعني في أشياء كنت تستثمر فيها الآن بدأت تتخلص منها؟ طبعاً بالحال نحن مثل ما نطالب الحكومة السعودية بالتأقل مع الوضع جديدة بالمطالب المستثمر السعودي والقطاع الخاص السعودي والعائلة السعودية بالتأقل مع الوضع جديدة في شركات مثلاً خاصة أنتها عادة من حمد المستمينة كنا في شركة فوكس أنا حليف استراتيجي لمستور المردخ في شركة فوكس شركة نيوز طيب؟ طبعاً طلعنا منها واخدنا أموالها واستثمرناها ببنك سعودي الفرنسي طبعاً طلعنا منه وخلص يعني إذا استثمرنا منه فخلصنا معهم واستثمرنا أموالها في الشركة في السعودي فعندنا أموالنا للسعودية الآن طبعا فوكس ليس طبعا شركة ممتازة لماذا تهم بها لك حتى في مردخ شريكنا هناك ونفسه باع الشركة بعد نحن باعنا بسنتين باع لي من ديزني فطبعا اللي ما يتأقن مع الأوضاع يموت في شيء قريب ينطبخ داخل السعودية موجود والله إحنا لنا مشاريع كثيرة في المطبخ شركة مردقابضة محلية وعلم السعودية يعني علمني أنت وين المكان علمك أستثمر فيها لا أنت منذب سهل يا عبدالله لا لا الآن يعني المؤسسات المتوسطة والصغيرة البلد تراهن عليها اليوم هذه الشباب يسألون يريدون أن يستفيدون من حضورك وين المكان اللي الأفضل نستثمر فيه اليوم في السعودية والله شوف أنا السوق السعودي واعد بصراحة وأنا متفائل جدا السموات القادمة يعني ما فيش كل سنة أحسن من قبلها 18 حسن من 17 نعم 18 حسن من 18 ونقول لك عشي حسن من 18 حتكون أنا متفائل جدا بالصغيرة السعودي وطبيعة الحال يعني أنا ما قدر أتكلم على على إيش ممكن استثمر أي مستثمر سعودي لكن طبيعة الحال يقرر هو إيش النطاق الصناعة اللي يبغى فيها سواء كانت صناعة بيتركميات أو يبغى صناعة البترول أو صراعة الغذاء أو صراعة الصحافة إلى آخري فالسعودي أنت عارف متنوبة اعتصادها وفيها مجلات كثيرة يعني فأنا يعني أنصح أنه يدخل في شيء يعني يفهم فيه وكويس ما يدخل في شيء ما أقوله يقوم شقرة لا يدخل في شيء يكون فاهمه المستثمرين السعوديين الآن يبغون أو الرجال الأعمال في السعودية أنت بممثلهم الآن قدام التلفزيون فهم يريدون أنا سألت قبل شوي سؤال ماذا تريد من الحكومة السعودية ما كانت الطلبات واضحة يعني هم الآن يريدون أنه أخذ كأكبر من الطلبات نشوف أنا أكسريح القطاع الخاص السعودية نضر أكيد لأن الضائب المتراكة وأنا على فكرة مع الوزير التجارة اللي كان قاعد على كرسي هذا والشجار والاستمال صديقي ماجل القصبي نعم رجل صريح قال نحن مرحلة انتقالية ومستحيل أن تقوم في مرحلة انتقالية السريعة هذه والكبيرة ممكن في ضرر أكيد بعض الشركات ستطلع من السوق وانت ما تنسك أن السوق السعودي حر حديث الشركات من العالم الخارج فالشركات لها باع كبير وقوية فتنافس الشركات السعودية فلذلك يعني واحدة يجب أن يكون متخصص ومركز قوته ويكون فيها هو طبعا أنه ضرر من الحكومة حكومة أعلنت مشاريع تحفيزية بـ 70 مليار سعودي هذه ممتازة جدا هذه نأمل تفعيلها أصدر أخط ممكن وتشجيع القطاع الخاص بالذات للشركات السغيرة المتوسطة لأنها أساس نمو اقتصاد محلي في أي دولة اسمح لي بهذا السؤال يعني هناك الناس تسأل أنه هل ما زال الأمير الوليد بن طلال ثريا في حسب بلومبيرغ في 3.5.2014 كانت ثروة الأمير الوليد بن طلال 36 مليار دولار ومئة مليون اليوم هذا الرقم ما أود يقول نزول ما أود يقول نهيار لكنه نزول كبير الرقم الأخير عند بلومبيرغ اللي يخص الأمير الوليد بن طلال 15.4 يعني مليار دولار نزول بأكتر من 50% ويش سبب هذا النزول شوف نحنا شوف يا نحنا جزء من ثروتي جزء كبير من ثروة الوليد بن طلال هي في مملكة العبادة السعودية وتحديدا بشكل مملكة القابضة بشكل مملكة القابضة بشكل مملكة القابضة مدولة السمم في السوق السعودي في دروة صعود أسهم بشكل مملكة القابضة وصل إلى بفوق 27-28 من ريال السعودي طبعا نزل بعدين إلى إلى ما هو وضعه الآن 7-8 8-9 تقريبا طبعا هذا هو العنصر الأساسي والسبب الأساسي في انخفاض الثروة حسب بلومبورغ من الرقم الذي ذكرته إلى الضقم الحالي هل جزء من النزول بسبب الرتس؟ لا أنا أقول معك صريح لا أنا أقول صريح نحنا ما قبل الرتس كان سعر 11 ريال فنزل من 28-11 قبل الرتس لك بعد الرتس طبعا نزل إلى 7 لك طبعا بعد ما طلعت أنا من وانتهى موضوع الرتس طلعت ثاني مرة إلى 8-9 تقريبا فلا هو نزل من 28-11 قبل الرتس هل بسبب تسويات معينة؟ لا 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 هو النزل أول أنه تعافل سوق الأساسي السعودي كان في الـ 20 ألف ونزل بعد 6 ألاف وتحسن الآن 8 ألاف 8 ألاف وشوية لا أنا أتكلم عن التسوية لها دخل في الموضوع ذا يعني خلني أسألك السؤال بطريقة ثانية هل ما زل تملك أسهم المملكة القابضة؟ نعم أنا أملك أسهم شخص المملكة القابضة 100% ويمكن السوق ما زال يرغب زيادة من الشفهية أنا أقر بالشيء هذا وأعتقد إن شاء الله إن شاء الله خلال أسابيع القادمة أو الأشهر القادمة أقدر أن أفصح زيادة على الموضوع المفاهمة حتى يكون في راحة أكثر لأن أنا متأكد وما شفوا قرأوا وحللوا وقيموا موضوع المفاهمة حيرتاحوا أكثر مساهمين في شركتي لأن أنا أقرر أنه عند بعض الضبابية عندهم الآن لكن إن شاء الله قريبا سمو الأمير سؤالي واضح أسهم المملكة القابضة اللي 95% تقريباً اللي أنت تملكها هل الأمير الوليد يملكها الآن؟ هذا سؤالي هل ما زلت المالكة الأكبر في شركة المملكة القابضة؟ الوليد من طلال يملك 95% من شركة المملكة القابضة أؤكدك إيها 100% أولاً وثانياً عشان نثبت لموضوع هذا نحن الدول تدول أنت عارف يعني شركة تدول أسهم تمثل مملكة السعودية رسمياً وأملك 5% نعم هذا غير قابل نقاش والحوار وأنا طلعي شعاتي أني حتى الروتان راحت أملك روتانا كامل وحتى الروتانا تملكها كامل ما فيه اتفاقيات من هنا ومن هنا ما نعرفها؟ أبداً ما فيه يعني موضوع التسوي أنت ما راح تمسكني شيء منه أنا ما أقول سيئة أنا مستدعى لكمة مفاهمة مفاهمة طيب لأن الحكومة تقول تسوي أنا مع الحكومة ترى مو معك مع الحكومة الحكومة تقول تسوي يعني كلنا مع الحكومة إن شاء الله طيب الغريب سبول أبير أنه رغم نزول مرتبتك من العشرينات إلى 76 في نادي الأثرياء إلا أنه كمسلم أو كسعودي عربي مسلم ما زلت أنت في صدارة القائمة ما هي القصة؟ والله الظاهر يا عبد الله أنه أصدقائي وأحبائي في النادي اللي ذكرته نادي الأثرياء سواء كان في المركبة السعودية أو العالم العربي أو العالم الإسلامي إلا أبو اللي ينزلوا معي نفس الوقت فإن شاء الله نطلع مع بعض صدق تطلع مع بعض إن شاء الله هنا سؤال خسارة أكثر من يعني 70 مليار ريال يعني قرابة 77 مليار ريال الأمير الوليد قادر على التعويض قادر على العودة شوف يا عبد الله الأول شيء هذه خسارة ورقية وثانيا أنا أفلس مرتين في حياتي أفلس كبير لكن الحمد لله رب العالمين أفلس مرتين في حياتي نعم أفلس مرتين في حياتي والحمد لله بإيماني بالله ومثابرتي ودعم المساهمين معي ودعم المدراء اللي معي نهض مرة ثانية وأعتقد نحن هذه إن شاء الله ننهض مرة ثانية بقوة وأنا أهتم بصحة المساهمين شكلهم القابطة وأهتم بمستثري مع شكلهم القابطة لهم سعوديين متفائل بارتفاع ساهم المملكة؟ أكيد عفيدهم معي متفائل أنت بارتفاع ساهم المملكة؟ أنا نظاماً لا يحقني أن تتكلم عن ساهم شكلهم القابطة لكن أقدر أقول لك أنا المملكة القابطة هي إنعكاس لوضع إقصاد السعودي وأنا طالما متفائل بسوق الإقصاد السعودي والسوق السعودي فأنا متفائل بطريقة الحال بسوق الأسم السعودي أسم السعودية وشكلهم القابطة طبعاً الحوار معك شيء وبستكمل أنا والباقي واجد ما خلصت منك صراحة زمون أمير لكن أبغى رايحك فاصل قصير ورايح الناس تأذلي بهذا الفاصل فاصل قصير لا تذهبوا بعيداً مع الأمير الوليد بن طلال حياكم الله من جديد مع ضيفي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال سمو الأمير احنا توقفنا قبل الفاصل الحديث عن الاقتصاد والاستثمار أريد أن أنتقل إلى شق آخر من الاستثمار اللي هو الاستثمار في الترفيه لكن قبل أن أدخل في موضوع الاستثمار في الترفيه أنت في خمس ستة غريدات تحدثت عن معالي رئيس هياة الترفيه تركيا للشيخ تحدثت عنه في أكثر من مناسب رأيناك معه في أكثر من لقطة أنا أريد أن أسمع رأيك بتركيا للشيخ شوف تركيا للشيخ أنت عرفت علي طالعاً من أقل من سنتين لكن علاقتي في توثقة وثيقة جداً أبعد حدوه كني أعرفه من عشر سنين أنت عاب نحب الرجل العاملي الديناميكي فأنت عاب تركيا لما استلم الرياضة أعمل أمور لا أستهام بها أهم شيء يسدد ديون الأندية الخارجية والديون الداخلية ودعم الأندية في لاعبين كثير ودعمهم مالية وعملهم الحسابات الجارية وأدخل أهم شيء عندي أدخل أيضاً الرياضة في المدارس يعني نبش أشياء كثيرة فأنا جداً معجب في صلاحة وجهها التركي لكن التركي أيضاً كان مساعده أيش حاجة واحدة كان عندي علاقة وثيقة مع محمد سلمان وانت عاب نحب سلمان رجل ديناميكي ورجل حوي وسريع بالحركة والقرارات وتركي أخذ تركي لعب العملية بصحة هذه ودليل حرك الرياضة السعودية يعني هو ديناميكي واستغل قربه من صالح القرار يعني ديناميكية بدون بدون يعني الوصول إلى إلى القيادة العليا والعكس صعي أيضاً ما مفيد يعني حتى عندك تواصل مع القيادة العليا وما أنت ديناميكي ما فيه انتاجية تسير فالعمليتين كل هذه أدت إلى انتاجية كبرى في نطاق الرياضة وذا كان علاقة وثيقة فيكم تحدث ذلك لما وقعنا عقد الهلال بين شكل المملكة القابضة ومشتبون طالن سنية أنا الهلال كلمته وأخذ مباركته وقال لي بالعكس وقاله فوراً يعني رجل رجل يعني رجل قرار شريع ديناميكي أنت قلت المؤمن القوي خير وحب لله من المؤمن الضيف أنت أثنيت علي فيها أكثر من المناسبة أرجع إلى موضوع الترفيه ما هي كعكة روتانا أو كعكة الوليد بن طلال أو كعكة المملكة القابضة من الترفيه في السعودية ما في شك أنه بعدما انتقل الأخ التركي من الرياضة إلى الترفيه أنت عارف عمل حفل الانطلاق وأنا كنت فيها طبعاً بلغتو نحن نجاهزين لأي دعم نتعرف روتانا مسخرة لموضوع الترفيه وليس فقط موضوع الحفلات موضوع الحفلات جزء صغير من الترفيه والآن الحفلات الترفيه أكبر من الحفلات أكيد أفلح بكثير أعمق 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 بكثير طبعاً أعمق بكثير لأن السعودية متعطشة للترفيه في كافة مجالاته طبعاً لأننا بدأنا بموضوع الحفلات دعاً بدأنا في الغربية والوسط والشرقية خلال الأيام الماضي الحمد للأول مرة وحن نتوجه نصل كل للمملكة السعودية فما بشك أننا مستعدين لدعم لأخ تركي في أي شيء يرغبون لدعم ترفيه للمملكة السعودية لك استثمارات خارجية في الترفيه يعني أنت أنقدت تزني من الأفلاس هل سنشاهد محاولة لنقل تجارب ترفيه يعني تجارب ترفيه عالمية عن طريقكم إلى المملكة العربية السعودية ما في شك نحن نحن أصل رؤية 20-30 تعتمد على الترفيه ينصر أساسي لزيادة رفاهية الموطن السعودي مفهوم جودة في الحياة جودة الحياة والرفاهية العبدور كبير والترفيه العبدور كبير نحن نجاهزين إلى أبعد حدود طبعاً الآن أخ تركي طبعاً بلش على قدم النساق ونحن في تنسيق مستمر معه نحن يهمني أسألك عن رأيك في التغيير الاجتماعي الحاصل اليوم في السعودية وعن موضوع المرأة السعودية تحديداً والله يا أخي أنا تركي يا أخي عبد الله أنا اتفاجأت يعني الوعي أن المواطنة السعودية والمواطنة السعودية وعي أنا بصراحة ما توقعته الآن عندما فجأة نطلع من القنة الثاني عشر سمح لي استعمل الكلمة هذه القنة واحد عشرين بانخراط المرأة السعودية في النظام المجتمعي والاقتصادي السعودي عندما تكون تحظم أبراً تكون قدم معه فهذا حق عادل أني ما تسوق السيارة أني ما تروح تسوق معه يعني تروح السينما مع زوجها أو مع أبوها يعني أعتبر إنجاز نايستانبول الحمد لله نحن الوعي أثبت نحن وعيين ولا في نحلال نهائينا الحمد لله فإنفتاح نجح أتقط يعني أنت مع الانفتاح لكنك إيش ضد الانحلال الحمد لله بعض الناس كما توقعين الانحلال هذا لم يتم أبداً وعي وعي لأبداً حدود هل في ناس ممكن يستغل هذا الانفتاح لمحاولة ترويج الانحلال؟ بالله أنا بصراحة أنا ما استشفيت أبداً بصراحة أبداً نحن نتابع قولة القدم ومباريات كلها ونتابع من الحفلات العندنا نحن في مختلط لكن في كل تقدير واحترام أبداً والله والله أنا بصراحة أعتقد المواطن السعودي المواطن السعودي أثبتت مرأتها وشهامتها إلى أبعد حدود في مجموعة من الناس يعني أو مجموعة كبيرة جداً وصلتنا من أسئلة الناس أنا ودي أستأذنك أنه إحنا نستعرض جزء منها نادنت لي الناس تسأل كلنا نعرف أنه تبرى لضحايا الحادي عشر من سبتمبر هل سيتبرى لشهداء نيوز لندا؟ حدثنا عن والدك الأمير طلال يرحمه الله ما هي مشاريعك الخيرية المستقبلية؟ ماذا يعني لك الهلال؟ هل سنرى قناة رياضية ضمن مجموعة قنوات روتانا؟ البرج في جدة مكان كسر ما السبب؟ لماذا يفضل توظيف اللبنانيين في شركة المملكة القابضة في مناصب قيادية؟ والمواطن السعودي يوظف على وظيفة حارس أمن أو معقب أو كشير بما أن الأمير تركي بن طلال حريص على تطوير منطقة عسير هل الأمير الوليد سيقوم بالاستثمار في المنطقة؟ ما موقع العائلة في حياته؟ مع علاقة الوليد بن طلال بالبر لماذا كنت تصور المحتاجين عندما يأتونك بطلباتهم؟ هل ما زال الأمير الوليد بن طلال يبحث عن فرصة للاستحواذ على صحيفة يومية سعودية؟ وما صحت مفاوضاته قبل سنوات لشراء كافة أسهم صحيفة البلاد؟ لماذا لا يستثمر نسبة من ثروته حفظه الله في مشاريع صناعية؟ ليس من أجل الربح فقط بل مساهمة في تشغيل تدريب المواطن ويكون المكسب الكبير هو الهدف الأخير هناك مواقع للتواصل تروج للتجارة وجني الثروة وتجارة العملات ويضعون صورة الأمير الوليد في هذه المواقع هل له صلة بهذا الترويج؟ ماذا أصعب قرار اتخذه بحياتي؟ سمول أمير سأتخلك في الأسئلة التي وصلوا للناس لكن أيضا الناس الآن في الهاشتاغ الهاشتاغ طبعا واصل أول على مستوى السعودية وعالميا في التوبتل فيه ناس تتساءل تقول الموضوع الذي تصلي على مكة كيف تصلي مع مكة؟ يعني أنت مأموم مع الإمام في مكة واذا وضع الصلاة في مكة لما كنت في الريتس؟ لا أنا أشرح لك طبعا عندي كان برنامج يومي هناك مقصب يشوف الأخبار جزء منه وجزء رياضة وجزء طبعا أنا كنت أصوم كل يوم أصوم كل يوم أنا يوميا أصوم كنت أنا فطبعا أنا أنت عارف صلاة مكة الأدام مكة هو كان بعد 20-25 دقيقة فأنا كنت أنا لما يأذن في مكة كنت أصلي أصلي طبيعة الحال مثلا أفطل على السعودية طبيعة الحال على الرياض يصير ما تطلع الوقت لا 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 ما تطلع الوقت أنت عارف بعد 25 دقيقة فأنت أصلي إلى أذن في مكة كنت أصلي الوحدي بطبيعة الحال كانت وحدي في ال يعني تصلي تقريبا بعد الرياض بعد إداء الرياض بـ 25 دقيقة يعني هذا مو من ضمن أسئلات لكن الناس تساءلت عنه أصلي بطبيعة يعني تعافي لما أذن في مكة يعني عندي كمان برامج كثيرة كنت أخبار ورياضة وقراءة كنت أصلي لما أذن في مكة هذا دليل أنه الإرهاب لا هوية ولا دين له أبدا الإرهاب لا هوية ولا دين له أبدا فهذه جريمة نقرأ يعني هذا عمل إرهابي وأنا أعتقد أي مؤسسة سعودية عربية لا تذكر العمل هذه كإرهاب هي في مخطئة فما في شكل عملية إرهابية هذه ونحن يعني نأمل مساء الإعلام السعودية والعربية تغطي الحدث بتجرد كامل ولا تقول نحن هذا صار بسبب أخطاء ما يسمى الجهادين العرب المسلمين ما فهمت أنت كان أنك ترمي لأنك توصل المسجد معين المسجد تقول عملية إرهابية بحت هذه لا هي عملية إرهابية نعمل تفقين على هذا لكن أنت الإسقاطات التي تسمارسها تقول مؤسسات ما مؤسسات يا أخي في بعض المؤسسات التي تدعمها السعودية لأسف يعني حطت عمل إجرامي نقول إرهابي مستحي منيش نقول إرهابي صح ولا عملية إرهابية بحت هذه لم نستحي نحن لماذا كان عملية جهادية وما يسمى جهادية إسلامية نقول إرهابي وإذا شخص من غير دينا الإسلامية يرتكب عن إرهاب مثل هذا ما نقول إرهابي نسمي إجرام هذا إرهاب حد ذاته أنت تتكلم عن مؤسسات إعلامية عربية وعالمية طبعا تحديد أن هي من العربية أساسا المؤسسات العربية نعم طبعا نجدد التعازي لكم وفات الأمير طلال رحمة الله عليه ودي تسولف علي على موضوع لم يحدثني عن الأمير طلال رحمة الله عليه شو بأمير طلال يعني الله يرحمه كان رجل يعشق الإنسانية يعشق أعمال خير يعني في حياته وفعلا لما توفى لا يرحبه وجدنا مؤسسات إنسانية خيرية عظيمة مثل أكفند اللي يدعم نظامات المتحدة في الخليج العربي لقينا بنك الفقراء اللي يدعم فيه الفقراء ولكن الأهم الجامعة المفتوحة اللي خرج إلى الآن أكثر من خمسين ألف مواطن عربي في كل حق دول عربية نحن شفناك حضرة حفلة التخريج في الجامعة العربية نعم سؤالي لك الجامعة العربية المفتوحة هل ستستمر أم هناك نية أو دراسة لإغلاقها وإقفالها بعد وفاة لم يطلال قبل وفاته دخل فيه عنصر مؤسساتي عندها مجلس دار مستقل عندها مصادر الدخل مستقلة مستحيل تقفل هذه أحد ذاتها تسير أدخال منوساق وهي أصلا هي تساعد الجامعات الحكومية في كل دول عربية لأن إذا ما عند طاقة استعبية الجامعات وصلت إلى حدها بممكن الجامعة المفتوحة بالعكس يتكامل مع الجامعات مستمرة هي الجامعة؟ مستمرة بطبيعة الحال بإذننا وإحنا كأولاد وأبناء وأحفاد أمي طلال مصرين على اجتمرارها بطبيعة الحال حسب وكيبيديا موسطة الويد الإنسانية في المرتبة الثامنة عالميا على مستوى التبرعات ما هي فلسفتكم في الوليد الإنسانية للعمل الخيري؟ والله شوفي يا حبد الله أنا بديت عملي في واحد يناير 1980 ومن اليوم الأول اللي بديت في شركة المملكة القابلة كان اسمها موسطة المملكة أنا ذاك موسطة المملكة اسمها بديت والله العمل الإنساني الخيري بطريقة موازية فأنا ممكن بكل تجرد وكل سكينة وطمأنينة أقول أنا بديت العمل الإنساني والخيري معي بطريقة موازية مع العمل الاستثماري شفت بركة البركة عليك؟ يعني بركة العطاء ما في شك هناك بركة مباشرة يا أخي الزكاة تنقي الأموال الزكاة تنقي الأموال ما في شك أن أكررها والله يعني أي إنسان يعني يجيه شك أو يجيه مثلا نوع من التفكير بعدم اطلع الزكاة كاملة ولزيادة وطالبه براجعة نفسه والله حيوفقه بإذن الله تعالى طيب أرجع للشق الثاني من سؤالي يعني ما هي فلسفتكم في الوليدة الإنسانية العمل خيري؟ والله إحنا كان فلسفتنا في البداية أنت عارف أن نشاطنا محلي وقليمي وعالمي كبير عالمي أكثر سمول أمير نعم ما في شك كان عالمي نحن نشاطنا كله مع موسات الأمم المتحدة مع موسات بيل جيتس، مع رئيس كارتر، مع بلومبرغ وأيضا مع مثلا مع الملك السويد في الكشافة وأيضا مثلا مع أبين شارلس مجرعة كثيرة فكلها في تعاون مع كثير ولكن بدأنا الآن تحويل ذلك وتسخيره لمصح المركبة السعيدة والعالم العربي فمثلا موضوع الكشافة انت عارف روية عشرين ثلاثين فيه موضوع التطوع والعمل التطوع يهم جدا والكشافة هي صلب وعنصر أساسي في موضوع التطوع والعمل التطوعي لذلك حنا الآن في عمل برنامج ضخم جدا مع الكشافة العالمية برئاسة الملك السويد مع المنظومة في السعودية والكشافة لتدعيم العمل التطوعي في السعودية مع توجه وتوجهات الوارو عشرين ثلاثين تقييمك المستوى العمل الخيري في السعودية اليوم؟ انت ايش رأيك فيه؟ والله بصراحة فيه عنصر غير موسساتي فيه موسات جمعيات واجد والله فيه موسات بس أقول لك مش مركز بصراحة فيه عشوائية ما فيه عنصر الديمومة ما فيه عنصر الاستمرارية أبدا نحن موسطى موسطى الإنسانية يعني عندنا تعارف يدار بعشر موضفات سعوديات كلهم برئاسة الأمير اللامي من تماجد اللي معروفة الآن صارت في مجتمع السعودي والحمد لله مشي على قدم النساق فلكن أنا أطالب الموسات السعودية بصراحة في يكون في عندهم عنص موساتي أكثر وأعمق أنت الآن اللي فهمتم منك أنك تحاول نقل التجربة أو الخبرة اللي أخذت الريد الإنسانية خارجيا إلى داخل البلد ما في شك نحن خبرة مثلا بيل جيتس خدمة مايكل برونبورغ وبوفت في أمريكا هذا يكبر جاء العمال في أمريكا يعني عندهم باع كبير في موضوع العمال الإنساني والخيري بالعكس ما جيروا كل عمالهم المال والعمال جيروها للأعمال الخير الإنسانية هذا ما يقوم بنحنا الآن نحن ونحن مطالب فيه رجالة ما الأخير يقومون به نيويورك تايمز قبل عشرين سنة عشرين سنة بالضبط يعني في عام تسعة وتسعين في معرس تسعة وتسعين قالت أنه وصفتك بأنه أنت بفت العرب هل الوصف هذا كان منطلق أنه أنت زي وارن بفت في العمل الخيري أو في التجارة؟ أنا ذلك أعتقد أنه كان يخصدوهم في العمل المال والعمال والتجارة لكن ما في شك أنا و بفت و بل جيتس نتعاون كثير في أمور إنسانية وخيرية فمثلا موضوع إنهاء الحصبة إنهاء الأمراض كثيرة في العالم البوليو مع بل جيتس يعني نحن ندخل من شريعة كثيرة مع بعض متعاونين فيها مع بعض لإنهاء الأمراض يعني في المجتمع العالمي موضوع الرياضة هل الأمير الوليد بن طلال راضي عن مستوى الرياضة السعودية؟ والله شوف الرياضة السعودية عندما استنمت أختركي الشيخ كان ما في شك أنه في الحضير ما في شك الآن يعني هو هي راضي أو غير راضي؟ نعم كيف غير راضي؟ غير راضي غير راضي طيب والحل؟ ولحل لكن في بدائر في بشائر خير وإيش الحل؟ أنت الآن غير راضي عنه؟ وإيش الحل علشان تصير راضي؟ الحل موضوعين بفت وقتها؟ موضوعين؟ موضوعين أساسيين الأول؟ تخصيص وتخطيط تخصيص غياظ وتخطيط تخصيص وتخطيط نعم بكل سهولة أقول لك التخصيص عنصر أساسي أول شيء أعطني التخطيط أترك التخصيص أعطني التخطيط أنك أنت أول شيء يعني يتخطط المدى الطويل مش يدي مدرّة مثلا اليوم وإذا ما نجح بعد مثلا في موسم واحد تعفي تخطط على سنة سنتينة أربعة يعني عندنا ارتجال واستعجال؟ أكيد ما في شكل وفي ضحايا يطلعون مدربين يعني كبار يعني في أندية كبيرة في العالم ومتخبط كيف في العالم لا تفوز من أول دورة وثاني دورة دولة ثانية ورابعة والآخري وتحديد كيت قبل شوي عن رياضة في المدارس هذه مع التخطيط السليم؟ هذا عنصر أساسي شو مثلا كندا ليش متفوقين موضوع الآيس هوكي الهوكي على الجليد لأنه يدخلوا طلابهم من ثلاثة ربع سنين تلاقي يوم يسرع عشر سنين صرا محترف فنحن موضوع الآن القرارة التي تأخذ الأخيرة في إدخال الرياضة في المدارس وليس فقط كل القدم والقدم والطارة والسلة والارتباحة والآخري هذه العنصر مو جدا هذه ما حلقنا نتأجهب سرعة لكن نتأجهب بعد خمسة ستسعة ثمانية عشر سنين طيب لكن مهمة جدا هذا على مسار التخطيط على مسار التخصيص أنا أخصي السؤالي أكثر وبقول لك الوليد بن طلال هل ستشتري الهلال في حال التخصيص في حال التخصيص اليوم نشتري بكرة جاهزي شراء الهلال نعم بكرة بكرة وفي أسباب عندي أسباب طيب إذا شريته ماذا تعدل الهلاليين في أنا أول شيء قبل ما أعدل الهلال أقول الهلال أنت ما عندكم أول شيء أول شيء عندكم بطلات محلية واضحة بطولات خليجية واضحة بطولات أسيوية واضحة قارية بقي العالمي فقط الهلال دائما ينافس أو على البطولة أو يكون وصيف مرتين أخيرة ممكن ما وفقوا الحظ لكن دائما الهلال منافس فالهلال مرشح جدا أن يكون نادي عالمي نادي عالمي مثل ما الأندية العالمية الأخرى معروفة في حال اشتريت الهلال هل تعد الهلاليين بالعالمية؟ والله أنا أعدو من أعمل مستحيل لكن من نهايطها في اللعبين أجهدوا واجبوا ومذرفهم لكن انا أعدو بتحذيل نادي لهوصول عالمية وأنا اخطرحت على مسل refresين في الدولة بصراحة أعتقدوا الاقتراحة ومجلة مصر عليه يعني إن شاء الله يقتنعوا به طيب أبا جيك أنا للإقتراح هذا يهمني وأفهم منك أن موضوع التخطيط والتخصيص لكنه عشان تنتسق معي الفكرة أنت تقولها بس تشتري في الهلال طيب ليش ما تشتري أو تستثمر في فريق أوروبي مثلا يعني فيه رجال أعمال كثيرين يستثمرون في أندية أوروبية وفي أندية إنجليزية في أندية إيطالية في فرنسية أنت استبقت إجابتي الآن أنا عندما عرضت على المسؤولين في الدولة أن نحن بدل ما شراء نادي خارجي مثل ما دول مجاورة سوت في دولتين مجاورة لنا اشتروا أندية في الخارج وفعلا كل الناديين سيطروا في واحد في بريطانيا واحد سيطروا في فرنسا طيب لكن أنا أقتح لا طالما نادي السعودي قوي محليا وإقليميا وقاريا فمؤهل هو أن يكون عالميا نأخذه ندعمه نقويه ويغطر العالمية فلأيش نحن نشتي بره نادي بره وانت عارف يعني توجه السعودي الآن بخلق منشآت قوية في السعودية وتعزيزها للوصول العالمية أعتقد أنها مرشح جدا أن يكون من أحد الأندية القوية للوصول العالمية إذا ما تبعوا موضوع على هذا الوطلاح الدولة فهمين نحن أنا أسأل عن الاستثمار الشخصي للأمير الوليد نعم يعني أنت ليش ما تشتري نادي مثلا في في إنجلترام أنا أعرض علي أندي كثيرة أعرض عندي في بريطانيا في إيطاليا في ألمانيا وفي فرنسا كلها رفضتها طبعا وطعروا علي أسعار مغرية أنا أعطيك مثلا شركة بلسكوني في إيطاليا رئيش يملك شركة يملك هو فند يملك كان هو نادي ميلان وكان يتغدى معي في فندق جورج سانك باريس وأرض على الشراء لهذا وعطاني سعار مغري كما طيب ليش ما تشتريتهم أنا أضد الفكرة هذه ما أؤمن فيها ليش أنا ليش ضد دائميا أنا أؤمن أننا حتى ممكن تسوي نادي في السعودية وأنا أحب أنا أحب الاستمار في البطن هنا ولهذا المؤهل أنه يكون نادي عالمي مستوى إيسي ميلان مستوى برسلونة منسل سيتي منسل سيتي و إيسي ميلان في ناس سألت عن موضوع أنت عندك برنامج رياضي في روتانا اللي هو برنامج كورة لكن هل هناك طموح أنه تتوسع الموضوع وصير قناة رياضية لروتانا زي ما عندكم مجموعة من القناة لا لا في الوقت الحاضر ما فيه بصراحة ما فيه لأنه بصراحة عملية غير مربحة بصراحة والآن منافسة قوية جدا ونحن نتعارف أن شركة روتانا اللي هي الربح ولا أعتقد في مخطط حاليا إلا إذا في سعودية بعدين فتحت المجال أمام القطع الخاص ليأخذ الدولي والأخير يبحث أنا ذاك لكن حاليا ما فيه شيء أبدا أسئلة كثيرة وخاصة من الحجاز ومن جدة تحديدا تسأل عن برج جدة أسئلة كثيرة وهي لفتت نظري كثرتها وعلى بك عدد برج في جدة متعثر الناس تسأل إيش الوضع إيش اللي صاير إيش أسباب التعثر ليش راح لك برج جدة أرسي العقد على شركة من لادن طيب من عدة سنوات ومفروض للإنتي كان هو العام هذا العام أو العام الماضي بالأصح طبعا البرج الآن انتهى ثلثه أكثر من ثلثه بقليل بقى ثلثين طبعا باللادن تعرجته مشكلة في مكة مشكلة كبيرة ولكن طبعا الآن ابتدى باللادن يعني يطلع من القضية هذه ويتحسن وضعه طبعا نحن نطالب باللادن الآن عن طريق البرنامج هذا بأنه يعني يعود بالبدأ في إنهاء المقاولات هناك لأنه يحتاج المجيب العمالة والأسف عندما ضرب وعندما يعني كان مشارف الإفلاس قبل ما تدخل الدولة وتساعده كان الوضع سيء جدا أما الآن فوضعه تحسن كثير ونطالب الآن أنه البدأ والله نحن نسع نشرع منه طبيعا الحال مشروح يسحب طبيعا الحال يسحب ويعط المقاول آخر يعني تأخر من المقاول ما في شك من البلاد أكيد نحن دفعنا كل ما علينا من التزامات والملوك المعنى داعمتنا لأبعد حدود والمساهمين يعني داعمين المشروع بإعادة تأمي وعلى تأمي وموجه كامل بما يقل البلاد يخلص فأنا البلاد ينحضر الآن رسميا أما يقوم بتنفيذ شروط العقد وإنه المشروع خلال سنة أو سنة ونص أو حتى يسحب العقد أو يسحب العقد نعطي مقاول آخر تغيرت الملكيات في برج جدة لا لا نفس الوقت بالعكس نحن متعاضدين متعاونين مع بعض ومساهمين أقوية جدا ومتحمسين مشروعها هذا على برج في العالم يا أخي على برج في العالم سيكون أطول برج في العالم فعلا نعم أطول برج يعني ترى في برج في دبي قاعد يبني في كلام أنه لا سيتجاوز أضمن لك أعلى برج في العالم ونحن عندنا مجال نطلع أكثر إذا أعلى مننا لا تخاف آه أنا احتياطات يعني أنت لا تدعو مجال للصدفة دائما يقال أنه برج جدة غير مجدية اقتصاديا ليش بدأت فيه خليني أشرح لك أنا هو برج جدة وجزء من منظومة برج جدة هو في أرض تقع ومساعتها مليون ونصف مئة مربع ومليون ونصف مئة مربع وضمن مساعة أرض أخرى مساعتها خمسة مليون وخمسمائة ألف مئة مربع البرج أكيد العوائد وعوائد يمكن لا تتعدى تسعة في المئة لكن بسبب البرج كل أرضي حوالي تصل أرباحها لأربعين خمسين في المئة تثيرين أربعين خمسين في المئة فنعم البرج بحد ذاته يعطي عوائد ثمانية في المئة تسعة في المئة فقط لكن الحوالي كله يعني أنت عارف أنك عندما أنك أعلى برج في العالم الكثير من المشتشفيات المستوصفات المدارك حيرت في سعر العقار ونحن شفنا لنسع العقار يعني الآن بان العملية حتى ما ما انتهى المشروع ومع ذلك الأسعار المضعفة يعني أنت حاولت تشترون لما طلع لا لا حتبيعين عند خمسة مليون لا حتبيع يعني من هذه يعني الربح في بيع العقار أكيد بيع العقار طبعا واضح أكيد اسمح لي الأمير في هذا السؤال وهذه ظاهرة فلاسلة يعني زي ما برجدة كثير هذا كثير نعم هناك حديث كثيرة عن سيطرة اللبنانيين تحديدا على المناصب القيادية عند الأمير الوليد بن طلال والسعوديين إذا حضروا يحضر كاشير ولا يحضر يعني كل وظائف الدنيا وحارس أمن وغيرهم أشكرك على السؤال هذا لأن هذا سوء تفاهم كبير جدا سوء تفاهم نعم ولا سوء فهم سوء فهم كبير وشوء تفاهم بيني بين المشاهدين مثلا هل نشرح لك الواقع الحقيقي أنا كولي من طلال وكشركة المملك القابضة لم أطلب فيازة أجنبية من عشر سنين وأنا تحققت الموضوع هذا سبوع الماضي ما طلبت فيازة من عشر سنين أبد إلا واحد فقط في شركة المملك القابضة هني أعطيك حصائيات لحينا أنا كاتبها لك مذكرة ما أرجع لها شركة المملك القابضة الموظفين السعوديين فيها 26% شركة المملك القابضة مملك القابضة والنساء فيها السعوديات ورغي هذه شركة المملك القابضة مجتمع طال إنسانية فيها عشر موظفات سعوديات فقط اللي هم يديروا كل العمل هذا في 160 دولة سعوديات 100% كلهم سعوديات عشر موظفات سعوديات فقط المكتب الخاص عندي أنا اللي هو الأشياء المتلكات الخاصة بتاعي القصر والآخري في 8% سعوديين و20% غير سعوديين وفي الإدارة العليا 9% سعوديات وأنا عندي اللبنانيين الموظفين عندي ما يتعدوا الخمسة كم الموظف اللبناني عندهم خمسة ستة كلهم وحادة الأجانب كلهم في المناصب القيادية دعا مناصب مددنية القيادية كل سعوديين قيادية كل سعوديين طبعا نصلح الموضوع هذا خطأ فادح مصحي أبدنا الكلام هذا ما هو صحيح وأنا أدعو اللي يبغى يجي الله هيك شكل مملكة غابضة يجي مستمتنسانية يجي القصر يشوف كل شيء كله مدوم وثق وإحصائية عندي كلها أنا أهتم فيها كثير وتابعها شخصيا السعودة والسعودة النسائية أنت تصور مصحي أمتنسانية عصر النساء فقط فقط عصر النساء فقط وهم يديروا يعني مشاريع في أكثر 160-70 دولة لا 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 هذا خطأ فادح آما تصحيحه طيب أيضا من الأسئلة اللي يعني أتت تخص يعني أخيك غير الشقيق الأمير تركي بن طلال طبعا الأمير تركي بن طلال هو أمير منطقة عسير اليوم سؤالي لك أو في سؤالين ثلاثة تحت هذا هذا العنوان سؤال أول هل تتوقع أن ينجح الأمير تركي بن طلال في تحقيق أو في في الوصول لطموحات سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نعم في تطوير منطقة عسير في رؤية طموحة لتطوير منطقة عسير نعم اليوم اللي ماسك الملف الأمير تركي نعم شفنا وزراء عنده قبل كم يوم أنت بمعرفتك بالأمير تركي تتوقع أن ينجح نعم شوف أنا علاقتي مع تركي وثيقة جدا علاقتي مع تركي مثل الأشقيق خالد نحن أشقاء ثلاثة نعدل من نفسنا فنعم أنا دائما أتحدث معه وطبعا أنت عارف الأمير الحمد سلمان راح أقاعد ثلاثة أيام في منطقة الجنوب وزار مراتك كثيرة برفقة الأمير الأمير الحمد تركي بن طلال بعضه عنه أنا دائما أعلن عنها أنا دائما أبلغني أنت محمد راح أقاعد لكم وضعك كثيرة فنعم أعتقد أبها الآن أو أسير بشكل عام على مشارف نهضة كبيرة واللي تم الآن هو فقط هو بداية مشريعة ضخمة جدا حتى تتمناك اللي هي طبعا الملنة أساسية اللي هي مهمة جدا ما يمكن تكونوا شريعة ضخمة إلا ما تنهي الملنة أساسية وان شفنا كيف ثلاثة وزراء كانوا هناك بقيادة الدكتور ماجد القصبي وجهة تجارة الاستثمار وأعلن مشريعة ضخمة كبيرة جدا اللي هي تعزيز البلنة التحتية والأساسية بعشرة مليارات من ريال السعودي هذه مهمة جدا وأعتقد بعد حقو نهضة كبيرة تعرف أبها فيها ميزة كبيرة اللي هي عالية ومرتفعة وجوها رطيف جدا خلال السنة كله يعني حتى في دروة الحر ما تعدى ثلاثة واحدة ثلاثة درجة ميقوية طيب يعني أنت هتستثمر هناك؟ طيب في الحال نحن يا أخي نحن نستثمر في كل مركبة السعودية نحن يا أخي نحن عندنا في السعودية أكثر من خمسين فندق ما تعرف شيء هذا نتك خمسين فندق لنحن مركبة السعودية يعني كلها يعني هنشوف الفور سيزون في العسية؟ أكيد نحن أناوي تنصيق تهام مع أخي تركي وتنصيق مع صندق سماعات العامة عندما تنتهي المشاريع ذا كلها نحن نكون من أوائل ناس حيستثمروا بطبيعة الحال أكيد أبها عند مستقبل باهر كبير جدا تعد بالاستثمار هناك؟ أعد في كل مركبة السعودية والأمير تركي من طلال تتوقع ينجح؟ وتراهن عن نجاحه؟ شوف قال أنا شهاتي في تركيا مجروحة يعني أنا أعرفك صريح نعم هينجح أنا أقول لك ليش؟ شوف إذا كان وزيره وإنت أوزير تجارة صريحة قاله مزعج مزعج أنه كل شيء يكلمه ويبغي يمشي بشريعه بسرعة أكيد يعني يعني هلما أنا شهرين هناك الحين شوش يمسوي؟ يمسوي يعني يبدع والحمد لله رب العالمين فرجو الديناميكي وحوي هو والأكس أنا دائما نصق معه وكلمه والأكس يعني مبسوط جدا ودعم سلمان كبير له لا مش شك وليه أحد دعم ودعم كبير جدا لأنه دعم أبها عن طريق الأمير تركي مثل ما دعم الأمير محمد مناطق الشمالية الأغربية والشرقية والوسطى والآخرين مدامنا نحكي عن موضوع الإمارة هل صحيح أنه سبق في عهد الملك فأدا والملك عبدالله أعرض عليك منصب إمارة أحد المناطق أو هادي إشاعة في سؤال جانا من هذا أنا في أحد الملك فهات كان في نقاش بيني بينه في عقد الملك فهات نعم كان في نقاش نقول صليم عقدة بقوة كنا قاعدين وحدا نحن وكاننا نضاقص مدعى كثيرة فنعم عرض علي أنه هل تبقى تحطس الحكومة فبقوا تعذرني يا طويل عمر أنا أحب أكون في المال والعمال الاقتصاد فموضوع الانفصائي فصلي أنت شايف نفسك رجل الأعمال نعم نعم فوالله ما أعرض علي مصب حتى بقين تحبي تخطف السياسة أنا ما عندنا معنى ما تحب تخطف السياسة كنت أعطمك أنا أحب أن أكون رجل الأعمال وليس لديه اقتصاد ولا حتى تخطف السياسة لقد قلت تحبي الوليد طيب تسمح لندخل في موضوع شخصي شوي يعني الحياة الشخصية أنا أقول لك أستقف يعني ما قصرت معي الصراع الحديث عن العائلة العائلة الحديث عن الأمير خالد بن الوليد الحديث عن الأمير أريم بنت الوليد الحديث عن حفيداتك الخمس ما هي موقعهم من حياة الأمير الوليد شوفوني علاقتي مع أسر أسرتي علاقة وثيقة جدا 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 يعني يعني وتحديدا خالد وريم والحفيدات الخمسة يعني أنا صحيح أشتغل في اليوم 17-18-19 ساعة مرات لكن لازم مرتين في الأسبوع أقابلهم وهذا يعني محسوم بإذنان نقاش وحوار وحتى مرة في الشهر يأتوني في البر البر عندي أساسي أيضا كمان فأنا مهما كعندي عمل مهما كعندي أشغال لازم أقابل أسرتي الصغيرة ولكن أيضا كمان أقابل أسرتي من والدي قبل ما الله يرحمه والدي وأخواني فمثلا يوميا أنا أذهب المستشفى أنا والدتي هناك والدتي المستشفى وأخي خالد المستشفى هذا المستشفى فأخي خالد يتعافى والدتي يتعافى ويطع المستشفى خلال الأسبوع القادمة إن شاء الله بإذن الله رأيناك تنشر مقاطع عائلية كثيرة خاصة خاصة عن حفيداتك وهذا يعني عكس المعتاد نستأذنك وشوف واحد من المقاطع ونعلق عليها ونغير رتم الحوار شوية خلونا نشوف المقطع سواب شوية يعني هذه واحد من المقاطع سؤلف لي عنها عن هذا المقطع وهذه القصة بينك و بين حفيداتك هذه لا قصة قصة كبيرة هذه أنا دائما نتعافى الحفيدات هذه أيهم هذه هذه نورة أصغر وحدة هذه المدللة هذه نورة بنت ريم الوليد بنت ريم فأنتعافى البنات تحبوا دائما يتعذر ويروح للمدرسة فإذا من ضد زكامات تسمح لأ أمه ما تروح ريم بنتي تسمح لأي ما تروح للمدرسة طبعا أنا شديد مرة في العمل أنا أنتعافى أنا قلت لها أنا ما غبت العمل 29 سنة ما غبت عن العمل؟ طيب إذا كنت بريض؟ أنا أخذي برة أروح للمدرسة أروح للعمل تأخذي برة أروح للعمل يعني ما غبت ولا يوم ولا يوم خلال 39 سنة 39 سنة وعدة شهور فأنا قلت للبنتي أني أنت لا تروح للمدرسة قلتني زكامت قالت لي أنت ما تروح للمدرسة قلت لأ أنا أحده الزكامة ما أروح فإيش شيء كانت مزكت مذاك اليوم فقالت أنا منفق وجهك الحين أزكم وجهك عشان أعطيك الزكامة فقد أني حربت منها فإن أنا بتعديك علشان تغيب أنا كنت خايف منها فإن تنفخ وجهي تزكمني تعالين الإفلونزة فقد هارب منها فقد تلحقتني طبعا أمها شجلتها شدلتها وطلعت الدعابة وهذه طلعت المرضى يا الله يخليها مني فإن تلحقني تعطيني الزكامة عشان تغيب عن العمل بس ما تعرف تغيب عن العمل سيقول لهم بر هي تغيب عن المدرسة يعني بعيد نظر كمان حفيد الوزع وام في سؤالة تتحدثت عن البر وإن ترحت تجيب تحصائية عن عدد الفنادق اللي عندك عندك 4840 فندق حول العالم في أكثر من 111 دولة فيها 741 1482 غرفة وعندك طيارة خاصة وكل خميس وجمعة أو كل نهاية أسبوع تطلع للبر يعني خلال السنوات طويلة مش بفهومة يعني شوف يا أنا أسأل السؤال الكثير هذا دائما أنا علاقتي بالبر لها أكثر من 50 عام 50 سنة نعم وتتطلع كل أسبوع نعم كل أسبوع لكن بالذات 40 عام بالتحديدا أول كنت أطلع وأطلع لكن 40 عام أطلع للبر دائما يعني 40 سنة كل أسبوع تطلع نعم كل أسبوع وحتى مرات أجي من أوروبا عشان أطلع للبر بمبكر أنا علاقتي بالبر علاقة أزلية يعني أنا يعني دام يقولوا لي البر البر يا أخي أنت عندك جورسانك في فرنسا أحسن أطيل للعالم عندك سووي في لندن عندك بلازا في نيويورك عندك وثلاثة في سنجابور كيف ما تروح له أنا ما في شك أني أزوره مرات لكني عندي البر هذا يسوأ كل فنادق العالم كل هو أنا تراب تراب يا أخي نجد هذا يسوأ ربه كل أمريكا عندي والله يو الله يو الله طيب أنا بس أسألك سؤال يمكن يحمل عتب أو شرح كثير من الناس يعني هناك اعتراضات كثيرة لتصوير المحتاجين عندما يتونك في طلباتهم يعني كثيرون يعتبرون هذا نيل من كرامتهم ويعتبرون أنه هذا مشهد مهين لا يليق بالأمير ولا يليق بالمحتاجين وهذه المشهد نشوفها حتى في قنوات عالمية بالعكس أنا أشكرك على السؤال وأنا أحب جاوك بك صراحة أنا عمري ما سجلت ولا أقوى تشتيل أي مواطن مواطن جويا أنت عارف أنا كل سبوع أجلس لمواطنات المواطنين السعوديين ولا أحد يعرف عنها أنا كل سبوعين أجلس لمواطنات المواطنين السعوديين وأتلمس احتياجاتهم ويقدم من طاقة أن أحاول أدعم وساعدهم أنت عمدي برنامج عشر تلاف سيارة عشر تلاف بيت هذا كل يتم بسرية مطلقة لكن الحادثين هذه صارت كيف أنا كان عندي التلزيون الفرنسي وتلزيون مقابلة مع التلزيون أمريكي فكانوا عندي كان في جلسة عامة عندي أنا ذاك فصوروهم وطلعوها الأمنة قال أنا عندي مسحيل تطلعها يعني أنت شايف أن هذه المشاهد المفروض ما تطلع أنا عندي ما طلع لكن أنت عارف أنا هم طلب الشفافية هم اللي طلعوها لا هم مثلك يبقوا شفافية كل شيء فصوروها فأنا قلتهم أنا حبث ما تطلع لكن ولي قال نحن نبغى نعضي عنك صفقة كاملة ومتكاملة طبعا أنا ما معترضتها مدى ما سجلوا من حقي يبثتوا ما يرون مناسب هذا صار في تيفيزيون أمريكي وتيفيزيون أوروبي أنا مسحيل تطلع تغريدا عندي لكن مو أنت اللي تطلع مستحيل تطلع تغريدا لأنه هذه الناس فعلا كثير يقولوا أنه هادثة من كلامتهم وهي غير مقبولة أنا كل أسبوع عقاب المواطنات المواطنين سعويني في البر كل أسبوع مستحيل أحد يعرف عنه ما حسم عنه كل أسبوع أنا أعطيك سر الآن كل أسبوع عقاب المواطنات السعودية كل أسبوع وكل أسبوع كل أسبوعين ثلاثة عقاب المواطنين السعوديين يعني بالعداد كبير جدا لكن مستحيل تقبل له بالعكس أنا أشدد علم تصويرها شدد وأرفض التصوير نعم أشدد أنا لعندي المرافقين عندي أرفض التصوير النهائية أنا أقول لك من هذه الطاولة أنه هذا المشهد نعم يعتبره كثير من السعوديين مزعج ونيل من كرمتهم والمفروض أن يتوقف أنا عندي ما يطلع تشجيل أبدا طلع فقط مرة من تلزيون أمريكي وتلزيون فرنسي لكنه عندي مستحيل يطلع مستحيل يطلع صحيح أنت كنت بتشتري أسهم صحيفة البلاد غير أول مرسمع أنا غير صحيح إشاعة لا أبدا نحن كنا فقط مستمرين في شركة تسويق اللي فيها تملك الشق الأوسط لكن هذه ما هم يصحيح عثمان الخواتر سأل أريدك تسأل سمو الأمير لماذا لا يستثمر نسبة من ثروة وحفظ الله في مشاريع صناعية ليس من أجل الربح فقط بل مساهمة في تشغيل وتدريب المواطن ويكون المكسب الكبير هو الهدف الأخير بارك الله ولو في ثروة نحن شركة من القابضة مستثنة في 16 نطاق الفندقي والعقار الفندقي والعقاري والبنكي والإجارة التجزئة والإنترنت والآخري وضمنها كان في شركة تسيقية وطنية نحن نستثمر من أساسيين في شكل تصنيع وطنية وتصنيع وطنية أنت عارف لها باع كبير في كل من家 تصنيع في المكئة في السعودية نحن نداخلين فيها لكن نحن شركة ملقى قابضة لا نستثمر مباشرة تستثمر عن طريق شركاتنا مثلا التصنيع وطنية نستثمر على طريقة الصناعة وهكذا مثل مثلا طاقة الطيران نستثمر في ترقى transport ناس وهيتستثمر في طيران وهكذا ننسى منذ مباشرة نحن نعن فيك لشكل ما ملقابده كل 16 واحد يعني أنت تستثمرون ما تبنون عمل من نحن نستثمر عن طريقة مثلا الفنادق الذكرتها كل هذه المئات والوفاتي كلها مسحيلي ذي 16 واحد نحن القيادين عندنا شكل ما ملقابده كل ما تعدوا 4 شخص هذه كلنا عن طريق استثمار في شركات استثمارية مثل أكور مثل فورسيزن ندخل عن طريقة ونشعب في استثماراتها العالمية في أكثر من 170 دولة هناك مواقع تروج للتواصل للتجارة وجنو الثروة وتجارة العملة يحطون صورتك وكذا هذه فعلا من تسبلك هل لك صلاة بهذا الترويق؟ والله للأسف أنا قرأت هذه كلها ونحن الآن من فترة عيننا شركة محامات اللي يقافها كلها طبعا كلها كذب افتراء وغير صعيها أنا دعم شهادنا هذا صعيد نعم ما هو أصعب قرار تخذتوا بحياتك؟ والضاء طلعوا ببرنامجة كوني لا يعني لا تخوفوا الناس إن شاء الله سهل لا إن شاء الله لا أروج ذلك الكلمة الأخيرة التي تريد توجيها للسعوديين والله أنا أقول للسعوديين بلادكم مركبة السعودية بلاد فخر وعز بلاد موطة الحرامين الشريفين بلاد الحمد لله الآن تمر في تغيير استراتيجي دراماتيكي المركبة السعودية الآن تكون في ثورة أنا أعرف كلمة ثورة هذه ثورة الربي حقنا نحن نحن في ثورة الربي العربي السعودي اللي هو السمارة في الموطن السعودي السمارة في الاقتصاد الجديد الانفتاح انصهار واندماج المرأة في المجتمع السعودي في كافة جوانبه فاتفائلوا نعم نحن مرحلة انتقالية الآن ما هي سهلة لكن المستقبل بريق جدا وأنا متفاء جدا فيه وأنا كولي من طلال وكل ما أمتلكم من شركات ومؤسسات سنستطيع المركبة السعودية بكل ما دينا من طاقة لأنه متفاء جدا بالقيادة الحكيمة لوالد الملك سلمان والأخي الملك سلمان في كل ما يعمله في روح 20-30 وكل الطورات العظيمة اللي يتم المركبة السعودية حاليا شكرا لك سمو الأمير على وجودك معنا وعلى هذه الدقائق الطويلة اللي استبدنا منها وشكر موصول لكم أنتم وانقلوا عن الأمير الوليد بن طلال وأنه يقول طموح السياسي صفر السلام عليكم اشتركوا في القناة